صماحوا أهلا بيكم في بودكاست جديد وحلقة جديدة وضيف جديد وضيف النهاردة هو ضيف مميز جدا وهو حارس مرمى نادي بيرامدز والحارس منتخب مصر والأهلي وفاينورد شريف إكرامي ازاك الشريف؟ ازاك عنصوحي عامل ايه؟ كله تمام اغمارك ايه؟ نسيت تقول الجونة الجونة كمان صح ده كان فيه ست شور في الجونة نار لما رجعت من فاينورد واسبوعين في أنقرة تركيا وانت هناك صح؟ مم ده بس انت ملعبت شو لا ماتش صح؟ لا ده دي قصة لو عايز تبتاحها دي نبقى نخوش فيها ازاك عنصوحي مبسوط اني معاك مالك ايه نالله تطب الجميل كاجول واحنا قريدي يعني صحاب فانا مبسوط اوي ان انا معاك النهاردة في البودكاست وانا كمان اوي ومبسوط اكتر لان انت اول لعب حالي يطلع معاك في البودكاست وانا بحس دايما ان اللعيبة في مصر بيبقى عندهم شوية خوف كده ان هو يطلع مثلا يتكلم في حاجة يعني التلفزيون بيبقى ليه حسابات كده وفيه اوقات كتير بحس ان ما بيحسوش بقيمة اوي ان هو يعمل حاجة عالسوشال ميديا تبا مختلفة وتظهر بشكل تاني وكلام ده بس انا اول ما قلتلك كنت متحمس على الحوار من اول يوم من اول نحن كنت متحمس اه كنت متحمس لان بص انا عمتا ظهوري في القناة قليل ما بحبش فكرة ان انت تطلع على الفاضية والمليانة لما بيبقى فيه حاجة بحس انها محتاجة تتقال باطلع بس حسيت ليتلي ان الظهور ان الفيدباك بتاعه مش من الناس على قد ما هو من مقدمين البرامج بقى فيه شوية حذر او شوية ترقب لو انا لا ده شريف شريف اصله بيكلم بطريقة اه اصل هو عارف يقولك بقى ده مصقف كأنها تهمة يعني وانا اصل باش عندي اي هدف في الظهور غير ان انا اقول شوية خواطر بتفرج عليها بجمعها بتاعة اربعة شكول لما بتفرج زي اي بني ادم عادي متابعة للكورة الفريق بس ان انا بلعبها فبطلع بقول الكلام اللي جواه من غير حسابات وشكل حقيقي فبحس ان ده بقى غريب فعشان كده بقى لي فترة طويلة مش مقرر بس على قد انا مش حاس ان انا اطلع فلما انت جيت قلت لي لما شفت البرنامج وانا عارفك طبعا برا القصة دي فعارف كواس اقول ان احنا متشابين في حاجات كتير فاقولت لا طبعا ما فكرتش يعني جابت والله انا كمان متحمس وعارفنا احنا نطلب حلقة جامدة وهنتكلم في حاجات لذيذة وحاجة من الحاجات دي ان انت عشرة كمية اجيال من اللعيبة اللي مش طبيعية يعني انت صغير يعني نقدر دونك عشرة جيل كابتن اكرامي اذا كان بقى بيبو مختار مختار فاروق جعفر حسن شحاتة وبعد كده في منتخب الشباب امد متعب وحسني عبد الربو وعمر زاكي وبعد كده جيل الاهلي الزهبية وتريكة وبركات لا ده انا برضو في فترة كنت ناشئ بقى في الاهلي المستعنبي في الدرجة الاولى ايام حسام وابراهيم ومجدي طلبة ايه طبعا ايه طبعا امد يوسف مع حفظ الالقاب طبعا 98-99 اه فهتحس ان انا بص قديم او انت انا فكرة انا كبرت اولا لما انت قلت تريك الان ده انا عشان انت كمان عشان بباك فانت اكيد برضو كنت شايف الاجيال دي بنظرة غيرنا احنا بس بنشوف من برا كمشجعين فانت بس لاعب ووالدك كمان اسطورة من اساطير الكرة المصرية ودلوقتي عشرة الاجيال بتاعة دلوقتي وبشوف بقى الاجيال دي ازاي بتتغير عبر السنين من الفين لحد الفين تلاتة وعشرين في الموضوع عميق قول لي بقى بالعمق انا بحب فيك العمق انا انت اكيد ليك في الفلسفة سيقول لك الناس خلي بالك الناس فيها اللي مكفيها فالناس ده لا والله انا بحب الموضوع ده انت لما بتكتب حتى حاجة على تويتر او لما بتتكلم في حتة برنامج دايما بحس ان انت كلامك متوضب قوي كده مش الكلام الطبيعي بتاع لعيب الكورة لا هو الفكرة ان انا لما حب بكتب حاجة على تويتر بحب بكتب حاجة يعني اول ان ليه هدف ما بكتبش خواطر يعني ما بكتبش مشاعر يعني مش مثلا بيحصل حاجة بقوا منفاعل ماسك الموبايل وكاتب لان الناس اللي المفروض ان هما مشاهير او عندهم فولورز كتير لازم يبقوا حاسبين قوي العواقب بتاعت اي حاجة بيخلي الجمهور يقراها اي صورة تنزل اي حاجة بتتكتب فلازم يبقى عنده بس فهم شوية للابعاد دي عشان ما يقصرش على الناس بشكل غير ايجابي من غير ما يحس او يتوه الناس الناس اللي تبقى مستنية ان المفروض اللي هما انا مش منهم يعني مفروض ان هما النخبة الناس اللي عندها فولورز او بتصنع رأي عام رياضي المفروض ان هي توجه الناس بس اللي بيحصل عكس كده خالص فده برضو سبب يعني مش هزين نتطرق لي دلوقتي ليه حال عندنا وصل كده نتطرق بها في المية مش هتجيبها البرو لا 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 خالص طيب يا انت لما تجي تبص على الاجيال اللي انت عشرتها دي دايما انا بلاحظ وبحس ان الاجيال زمان كانت اللعيبة فيها مميزات اكبر بكتير قوي من لعيبة دلوقتي اللي انا بتحامل عليهم في وقت كتير لاني بقى مستني منهم عقلية مختلفة او شخصية مختلفة في وقت كتير فانت بن معاشرتك للعيبة دي كلها والاجيال دي بتشوف ايه الحلو في اجيال زمان وايه الوحش وايه الحلو في اجيال دلوقتي اللي انا ممكن ما بقاش شايفه ما كانش موجود زمان انت اصدك كواليتي ولا كشخصيات ككل حاجة ككل حاجة لا هقولك فيه دلوقتي يعني مقولة شائعة يعني بتتقال بتتقال اصل السوشال ميديا مؤثرة على اللعيبة اصل بس الكواليتي بتاع اللعيبة كويس جدا بس في الاخر ما بتقدرش تديها عشان الشخصية والكلام دي كل انا هقولك هبصط لك الموضوع على قد ما اقدر يعني كل جيل بيبقى تركيبته كشخصية مختلفة الكواليتي كده كده موجود اللعيبة المصيرين عندهم كواليتي بس التركيبة الشخصية دي بتبقى لها كذا فاكتر انت لما الطريقة انت تتربط بيها المجتمع شكله عامل ازاي زمان الاجيال تحس انها كتلعيبة عندها جزء كبير جدا من المسئولية عارف كويس قوي انا لعيب كورة وعندي مسئولية فانا بنزل مش محتاج حد يوجهني قوي او حد يبقى معايا دي بيدي يقولي دي شغلتك لا انت لازل تبقى مسئول لان انا بكلمك في فترة طويلة قعدت عشر سنين في الاهلي بعد ما رجعتم السفر وقابليهم برضو حوالي تمن تسع سنين في الناشئين فقردي انا في بيئة كلها عارفة يعني ايه اسم النادي يعني ايه بتالعب على بطولة يعني ايه فزمان ظروف التربية والثقافة اللي احنا كنا فيها كانت مساعد على ده مع التغيير اللي بتادي يحصل واحدة واحدة بظهور السوشال ميديا في اجالة ولدت ان السوشال ميديا باقي الجزء منها لما كبرت لقيت السوشال ميديا دي حاجة اساسية هي شكلها طرفي بس هي دي حاجة دي باي دي هو بيمسكها بيتأثر بيها بتأثر بي لو سألتني دلوقتي جايز رأي يكون غلط بس انا شايف ان اللي وصل اللعيبة ان حتة المسئولية مسلا قالت شوية بتأثر بالسوشال ميديا زادت شوية ان هما مش لقين جايدلاين مش لقين حد مسئول عنهم مش بتكلم في البيت بتكلم في الكورة ان هو ازاي يعمل ما بين انت كلعيب المقيل مطلوب منك والسوشال ميديا مفهول تاخد منك قد ايه لان الموضوع محتاج من المسئول الاول عشان يقدر يوصله للعيب لو ده مش موجود عند المسئول مستحيل يوصله للعيب حط بقى حاجات كتير قوي فاكتر صفرائية زي ان احنا بنلعب بالنعاشر سنين بدولة مغيو الجمهور طبعا اللعيب شخصيته هتبقى مش مكتملة ففي حاجات ليها علاقة بالكاركتر بيلدنج بتاع اللعيب وبتاع الناشئ احنا عندنا الحتة دي مش موجودة يعني فكرتيني بحاجة بخصوص الموضوع ده لما صلاح تلي هتكلم والناس حجمته على المنتالتي هو صلاح ممكن يكون كان عايز يوصل حتة ازاي انت المنتالتي دي ازاي بتكون شخصية اللعيب هي دي اللي نقصة عندنا بس ما كانش قصده المنتالتي ان هم يعني احسن مننا لا هم في الاخر هم عندهم سنة ان في حاجة مهمة اسمها كاركتر بيلدنج وفي تارت دي في مدارس كتير عندها حاجة اسمها كاركتر بيلدنج بيشتغل على دي في الولاد الصغارين بحيث ان هم ازاي يعملوا ازاي يقفو ويعملوا قدام ناس كتير دي كلها حاجات بتساعد اللعيب انه عنده ثقة وانه يبقى واثق من نفسه اكتر كلها حاجات صغيرة اللي هي علاقة بالسيكولوجي فدي مش قصتنا دلوقتي بس هي في الاخر احنا اقتنعنا او ما اقتنعناش هي مؤثرة واحنا شايفين دلوقتي تأثرة ازاي على اللعيب طب حلو ده من ناحية الجانب الذهني اللي طبعا هو من اهم مكونات لعيب الكورة مية في المية يعني ان لم يكن الاهم بالظبط يعني اللعيب اللي عنده موهبة ومعندوش عقلية في الاغلب ممكن موهبته دي دي او ما يوصلش لقمة مستواء او الـ potential الاعالي بتاعه بس لما بنتكلم على انت قلتها في وسط الكلام كده بس انا شبكت فيها على الموهبة انت شايف فعلا ان احنا عندنا موهب على مدار العصور والمشكلة هي في الشخصية ومشاكل الدهنية بس لا طبعا لان في الاخر انت على فكرة الموهبة من غير شغل هتنتهي الموهبة من غير شغل تاني هتنتهي لو انا راجل موهوب بس ما اتمرنش معتمد ان انا اصحى منهم هروح افتحت تحت الجون وهامل كل حاجة ابقى بطعك على نفسي ويا ملعيبة كتير وحراس مرمى كتير افتكروا من الموضوع موهبة بس الاخر ما بقواش موجودين بس الموهبة تسجفت تبقى عندك مثلا فيه مش شرط تبقى مية في المية ممكن تبقى انت موهوب تلاتين في المية طب السبعين في المية بقين دول هيتعوضوا ازاي هيتعوضوا بالتمرين لو انت موهوب مية في المية وما اتمرنتش المية دي هتبدأ تقل تبقى تسعين هتقل تبقى سبعين خمسين لحد ما انت تنتهي خالص طول ما انت العمر بيعدي بيك وبتجبر زمان كان ممكن تعتمد عن موهبة بس لما كانت الكورة هوية وترفيه مش عمل احترافي وصناعة واستثمار وبشغل من الجونيورز خالص بتريد تشتغل علي من هو صغير لحد ما يطلع لك لعيب فيرستيم يقدر ان هو يقدم حاجة كلام دلوقتي هو ده الواقع احنا هنقدر نعمل ده هيبقى لنا product محترم كورة تليق باسم البن مش هنعمل ده حتى لو عندنا quality مش موجود حالو اول حتة اللي انت ولتبتعت الموهبة دي لان بحس كمان كنت بقرى حاجة اعتقد كان فادر اللي قيلها مش فكر كمين بزبطة اعتقد فادر كان بيقول ان اللعيب الموهوب بيبقى ممكن حياته تبقى أصعب من اللعيب اللي غير موهوب لان اللعيب اللي غير موهوب هو عارف ان هو محتاج يشتغل على نفسه قوي طول الوقت علشان يعوض الفوارق اللي بينه وبين الموهوب بالزبط انما الموهوب اللي بيبقى شايف نفسه موهوب ممكن ما يشتغلش على نفسه والتحديات بتاعته بقى أصعب بالزبط فما يوصلش لقمة امكانياته بالزبط خصوصا بقى برضو في حتة مش عادة بس هنالله تفهم غلط حتة التعليم اللعيب المتعلم سواء موهوب او مش موهوب هيقدر يبقى عنده وعي لما تيتكلمه في حاجة زي كده هيستوعبها حلو انما لو ما فيش تعليم الموهوب بيقى صعب جدا وهنقول از ايه علاقة التعليم بالرياضة لا اللعيب المتعلم بيفرق يعني على اللونج رون بشكل يعني وفتح دماغه بشكل عام طبعا في اي حاجة لا استعابه للتمرين احساسه قصلا باهمية التمرين بتفرق بالنيوتريشن ازاي بياكل ازاي بيانام ازاي اللايف ستايل عامل ازاي فبس انا متوقع ان احنا في السنين الجاية في اجيال كتير اوي متعلمة تانين كويس جدا فمصر هيبقى عندها يعني وفرة كبيرة او من اللعيبة ومن الاجيال الصغيرة المتعلمين وممكن دلوقتي كمان وجود السوشيال ميديا بقى ممكن يسهل حيث ان العايز يدرس حاجة او يتعلم حاجة من تليفونه ممكن على الاقل ياخد عنها فكرة يشوف الناس تانية بتعمل ايه زمانه وانت صغير هيسهلها جدا عليهم وهيصعبها جدا على مسؤولين عنهم لان لو يعني فهم مسؤول عنه مش هيبقى ممكن شايف بقى مش هيبقى مش هيقادر يواكب فهيبقى قدامه حل من اتنين ياما هيحاول ان هو يوقف الزمن عشان مش هلاقي نفسه مكان ياما هيحاول يرجع بالزمن الورى عشان يقدر يحس بنفسه ويحس انه لي دور الناس اللي زي دي بشوف ان هم مسيطرين بشكل كبير قوي على قطاعات الناشئين بشكل عام وازاي ممكن يحصل تحول او ترانزيشن ظريف كده ما بين الاجيال دي للاجيال اللي بعدها اللي مش شرط عايز تلعب كرة لان دلوقتي كرة بقت حرفة ممكن واحد يبقى مدرب مش محلل اداء ممكن يبقى نيوتريشنست ممكن يبقى مليون وظيفة في الكرة وما كانش لاعب فازاي تبدأ تحصل نبعد عن تابو تابو المصري بتاع ان لازم يبقى انت اللعيب واللعيب الكرة نمسكه الناشئين علشان نديله فاهم قصدي انت بص انت احسن واحد اللي ممكن تسأله السؤال ده لو دخلت على جوجل عايز تشوف مثلا البرد داركترز مثلا او البرد ميمبرز بارميونيخ او مانشستر رونيتد او اي نادي من الاندياك كبيرة تيجي نشوف كده هيبقى فيه كاملة اي كورة ما فيش تقريبا بالظبط البرمير ليج ربطة الانديا المحترفة اللي بتدير البرمير ليج مين يعني انا مش عايز اقول المعلومة 100% صح بس انا ما اعتقدش انك هتلاقي فيها لايب الكرة هتلاقي مثلا حاجة هتلاقي فيه دكاترة مهانسين بيزنس من في الاخر لان ما ده معنى ايه معنى ان انت ما تلعب كورة حاجة وانك تديرها حاجة تانية عشان الكورة مش لعبة هي الكورة صناعة كفرد انها لعبة بس هي اصلا بمليارات الجنيات وبيشغل انا بكلمك بقى على مصر وشغل الناس كتير الانفستمت ده محتاج فكر عشان يخطط له محتاج علم عشان يديره مش ورس مش ان انا ابطل للنهاردة فهمسكه بكرة ممكن ممكن الكورويين يبقى حتتهم التدريب ممكن نفسي كتدريب عشان اولا هتبقى سهلة علي لان في الاخر دي حاجة انا عارفها ولعبتها فاحساسي بالله هتبقى سهل بلاس ان انا لو خدت يعني كم سرتيفكت كده تدريب ممكن ابقى مدرب وسعيتها لازم يعني المسؤولين ينفستو في مدربين اوكي بس حتة ان انا قدير لأ حتة الادارة دي بقى ده علم تاني خالص غير اللي احنا كنا بنلعبه فلو انت عايز تتحط في البوزيشن ده اوكي بس انت مؤهل مم ولا لأ هتضيف ولا لأ ولا احنا هنا عشان هو انا بطلت يبقى لازم امسك امسك اي حاجة مش شرط ادرب بقى امسك يعشان ما حدش يفهم ان انا بسقط عليه انا بسقطش على حد انا بتكلم بشكل عام اه ان المشكلة الاساسية في مصر في الكورة هي مشكلة ادارية في كل المستويات حلوة اوي الكلام ان اللي بيدير الكورة التقطيط نفسه يعني ادي العيش لخبازه بالزبط ودلوقت بقى فيه علم والناس عب تستكبر انها تدرس مع ان انجح الناس في العالم في كل حاجة اعلى اعلى رياضي اقوى رياضي اقوى رجل اعمال دايما بيقولك ان اللحظة اللي تبطل تتعلم فيها اعرف ان انت كريرك ويف وحياة كويف وفي نفس الوقت انا مش ضد ان في ناس يكونوا لعيبة كورة يمسكوا مناصب ادارية بس يكونوا كواليفايد حلو تبقى انت خلاص معروف ان انت عملت كزا وكزا وكزا وخدت المسترز معينة او خدت انت تعلمت بس مش فكرة ان انا بقى النهاردة لعيب بكرة بقى مسؤول في اي حتة حلو وانت بتتكلم على الحتة بتاعت الموهبة والشغل عشان دلوقتي قم نتكلم على المواهب وبتتكلم قد ايه من اللعيبة اللي هم يمكن يبقى عنده موهبة اصلا واللعيبة اللي بيشتغل على نفسه قوي عشان يعود ده هروح لأخوك احمد اكرامي الله يرحمه اه واحمد انت قلت وكابتن اكرامي قال ان هو كان موهبة اه مش طبيعية في حراسة المرمى لا هو كان اكرامي انت بتبص عليه كده هو كان اسمه اكرامي صغير اه والموضوع ده يعني كان مأثر فيه هو بشكل يعني انا عايز اعمل كل حاجة اكرامي كبير كان بيعملها بالزبط صحة وغلط يعني بيتمرن تقاط مرت في الاسبوع اتمرن زيه اه جميل الله الرحمن خلي بالك بيبقى فيه كده في حياتك انت بتتأثر بهم ويعلموك بس مش شرط يكون يقول لك اعمل ده وما تعملش ده انت ممكن انت وانت مش واخد بالك تبتري تتأثر بي لدرجة ان انت بتأفويد الخطاء اللي هو عملها فما تقعش فيها هو ده اللي انا عملته معه وهو ده اللي وصني ان انا قاعد معك فعلا انا مكبرت ادركت ده انا في الاول كان فيه حاجات كتير كنت بيشوفها بقى مش عارف عملها يعني مثلا في التمرين هو كان موهوب موهبة مش طبعي انا مكنش موهوب بس انا من صغري وانا عندي بشكل مرعب فانا كنت عارف ان دي نقطة قوتي فكنت باشتغل عليها فكنت دايما كل ما حاسنا فيه حاجة مش قادر عملها كنت باشتغل اكتر اتمرن اكتر حتى لو بتمرن غلط لان في الاخر انا بصغير يعني مثلا انا حس ان انا يعني ما بطيرش كويس مسلا انزل اجري بس في الاخر انا احساس ان انا بتمرن عارف الاحساس ده اللي انا عايز اتعب انا عايز اتعب وخلاص لان اكيد لما اتمرن زيادة اكيد هيبقى فيه يا ربنا يكرمني زيادة وفي حاجات بقى انا كنت بحس الحاجات اللي عملت له مشاكل اللي هو مثلا مشاكله في النادي مشاكله في التمرين لما ما بيعملش مثلا التدريب التمرين مثلا الحاجات اللي فيها شغل بدني وانديورنس عالي هو كان بيكرهها فلا بقيت احس لما بقى سنة ورا سنة ابتدى ان البوزيشن بتاعه في الاهلي بيتهز وابتدى يحصل بقى شك احمد هيكمل لانه بيش هكمل فانا بقيت الحاجات اللي هو بيافويد اللي كان ما كانتش بيعملها تريت لأ انا عاملها فانا لقيت نفسي اصل لما كبرت انا على فكرة هو يمكن ما وجهنيش بس هو وجهني من غير ما يقصد بس فطبعا الله ارحمه اه لا لازم نبتكره في صراحة بصيرته على طول صيرة حلوة يعني يا ربنا يا ربنا بس هاخد من دي بقى واروح لفرق الموهبة والشغل فحرصت المرمى بالذات لان حرصت المرمى عليها حاجة يعني انا كمان متهم فيها بصراحة يعني انا ابني وهو بيلعب كرة لما يجي يقول احنا زمان كان عندنا حتة تخير جون يعني هنلعب خماسي اخير جون قبله 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 خلاص فانا دلوقتي بقيت بروح مثلا من التمرين بتاع ابني هو لسه صغير عنده 6 سنين فهو بيقول ما يقوله اخير جون هو بيقول لأ انا عايز اقف اول واحد فبقيت اقوله لأ حبيبي ابني والله يقول اتقف جون لازم تلعب وبعدين بدأت دلوقتي لما عرفت ان احنا قد مع بعض بدأت هرجع كده في اللي انا بعمله دلوقتي فبقيت لأ طب هو حرصت مرمى دي عليها التابو دوت في تماما لأ انا عايز ابني يلعب 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 ولو الولد بيقف جون طب انا ازاي كاب ممكن ابدأ الاحظ حتى في معدلات سنية اعلى شوية ان ابني ده فعلا ممكن يبقى عنده الموهبة بتاعت حرصت المرمى او اشوف فيه ايه عشان ابدأ اشوف انه اشوف اصلا والنقطة التانية بتاعت التبوع عمتا في مواجهة حراص المرمى ده اللي هو يعني الوحش اوف جون دي انا احبطك اكتر لما اقولك ان انا نفسي كنت لعيب يعني انا اصلا اقفت صدفة اوالله رظيم دي حقيقة مالكش دعو انت بالكلام طبعا اه لا الفكرة ان انا جول كيبر اللي بعد اه يعني انا هو احمد كان اكبر مني ثلاث سنين وهو كان جول كيبر والدنيا راح انا بس وانا كنت بحبه لما كنتش بحبه وقفت جون خالص اوكي تبتلعب قدام ولا ورا ولا لا ورا ايه لا انا كنت بص كنت رايت وينج بقى بص لا راجل لا وكان مساء اللي اعلى رونالد وبقى في الفين وستة لما كان عمل عملتها لا كنت كبير تخلي بقى ده انا 2005 كنت فاين لا بس انا من زمان انا بحب بلعب خماسي حتى لو تاخد بالك دلوقتي لما هيجي يقول لك مثلا التصنيف اللي جوان اللي بيعاب برجليهم يقول لك شريف بيلعب برجلي كويس قوي لأن على فكرة هي كتصدفة ما حد يشتغل معي لان احنا في مصر مجبورناش بنهتم زمان اللي يعلموا اللي جوان بس ده ديوتو ان انا كنت بحب بلعب خماسي على طول وفي اي وقت وانا اصلا كنت عايز بقى لعيب بس في الاخر يعني الصدفة هي اللي خليتني جون مش دي القصة بس انت هتاخد بالك طبعا كل الاختبارات حتى دلوقتي اختبارات الاندية بتلاقي الاف مؤلفة لعيبة تلاقي عشر خمسة شر واحد جوان ايوة طبعا بس فهي طبعا ان ان انت يجي لك طفل يقول لك انا عايز اقف جون very rare مش لان هي بالنسبة للولد صغيرين عايزين يلعبوا يجري ويجيب اجوانوا ويحتفلوا فطبعا مش سيبها حاجة تشد اللي بيقدر يشوف ويسنس اللي عيد يقدر يبقى جون ولاقة المدرب بيشوف اولا بيشوف جسمه عامل ازاي لما بيشوف عنده استعداد ولاقة لما يبتدي يديله اول مثلا كزا تمرين يشوفه بيطير ازاي بيمسك الكرة ازاي بيقول اه ده يجي من انا اتعامل معايا كده من سن كان بقى تمانية تسعة من تمانية تسعة المفروض يبدأ ان هو يطير لا مش تبص بس محسن عشان ايه مدخنش في حتة خطر دلوقتي في اكاديميز بتبدأ من اربعة وخمسة لا 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 لو ماشي لا انا بتكلم على الحتة ان انت تبدأ تلاحظ ان هو عنده حاجة لا دلوقتي الموضوع بقى غير زمان خالصا صحي دلوقتي الاهالي كلها مهتمة جدا انها تلعب عيالها كورة وعندهم بيروحوا وبيتابعوا فالموضوع بقى غير زمان بقى فيه وعي عند الاهالي ان الرياض دي حاجة مهمة والولاد طبعا بعد السوشال ميديا وبقوا بيكسبوزد وبيشوفوا الدوريات وشوفوا كريستيان ومسي وعاديين بيتفرجوا فكل واحد عنده حلم انه يلعب كورة مية في المية بس فطبعا والاهالي بتبوش ودي حاجة محترمة جدا بس في الاخر انت مش عايز اللعيب تدي له اولا تتحك عليه او تقول له مسلا ده ما عندوش بس انا ممكن اقول لك في حتة اللجوان ان موهبة بس تكفي انه ممكن يبقى جون بس لو الولد عنده مرعب ناحية الكورة والولد دول اهم وانه هو عشان يبقى عنده استمرارية ويبقى قوي للتمرين ويروح كل يوم لان في الاخر الولاد شيء نعم قابينا الاجيال دلوقتي لازم يبقى حابب لازم يبقى حابب ويبقى عنده التزام لو ما عندوش التزام دي هتبقى صعبة وهي دي مشكلة معظم الاجيال الصغير انه عايز يوصل بسرعة يعني فهم واحد مثلا مثلا يعني شاف نصوحي تفرج عليه نصوحي مشهور جدا فنصوحي اكيد ما رحش التبرين كل يوم ومش عارف ايه ده جات له اي ده فانا هستنى يجيلي الاي دية لا انت ما تعرفش نصوحي ده عمل ايه يعني زي ما كنت لسا بتاكيله رحت وجيت ومش عارف ايه واشتغلت it's inspiring story فهم ما يعرفوش ده هم ليهم في الاخر ال end product ايه او قاعد وورا الموبايل وبيتكلم او بيروحوا في الاخر او عايز يبقى جيمر ففي الاخر هو قاعد لا والموضوع مش كده اي حد عشان يوصل عشان يوصل لا اي حاجة لازم يكون تعب انت شفت التعب ده او ما شفتوش مش مشكلة بس انت هو تعب بس ده اللي انا بحاول اوصله لهم وده اللي لما اي حد يجي اب بيجي ااخد نصيحة اقول له بقول له كلمتين دول ابنك لو هو حابب ما تمنعوش ولو هو حابب لازم تزوقه انه يكمل لان انا في وقت من الوقات جيت عند سن 14 او 15 خلاص لا كان باين ان شريف في الناشئين لا ابتديت بقى ازهر ابتديت بقى بنتكلم في منتخب وكنت باي فار بقى اساسي في فرقتي وبعيد يعني بعيد عن المنافسين لان خلاص انا كنت اطول منهم وانا هارد ووركر فبان بقى الفرق حال فجيت في وقت كل صحابي بيروح ساحل وقت الصيف فانا هتجنن سنة في التانية وانا ما بفيش حاجة اسمها ساحل بالنسبة لي فترات اهداد وبالشهر ونص وبنجري على الرملة وشقق وبنبات في خيها وحاجة صعبة جدا فجيت في وقت بقى لما جبرت بقى وصوتي تخن قلت بقى لوالدتي قلت له انا مش رايح بس قالت لي ليه قلت له انا هلعب لعبة فردية هلعب تنس اي كلام بقى بقول اي كلام بس في الاخر ايه مش عايز اروح بس فقالت لي قالت لي وانا بص انا امي شبهي او انا شبهها يعني بس هي لو قعدت ما قلت ليها يعني الى حد ما بنتكلم بنفس البوكر فيز ده قالت لي اوكي هتروح غصبا عنها بس بالاخر فقلت لها لا قالت لي بص اعمل اللي انت عايزه هتروح غصبا عنها وانا عيط وفي الاخر روحت وطبعا انا مقدرش انكي ان انا بدينا لها بالفضل ان هي كانت سبب ان انا لو كانت سبيتني النفسي كنت وقفت وده في حياتك كلها يعني انت في الكيس بتاعك كلاب محترف ان معامة التضحية وانت بتقول السحل دي لازم كل واحد بينجح في مجال برضو التضحية مهمة جدا جدا بس طبعا اننا نسيب السحل دي مش تضحية دي تضحية تضحية جبيرة ايوة طبعا لا بص بص اقولك على حاجة عشان نبقى نبقى واقعين في ناس مكتهدة وبتتعب وممكن تكون بتركب القطر كل يوم وبتروح مثلا من الاقاليم وبتجي التمرين كل يوم وبتتعب اضعاف اضعاف قصص انت ممكن تحسها وملاش نصيب دي حكمة ربنا بيكرم مين او بيكرمش مين او بيوسع على مين دي حكمة مهما اكتهدنا عشان نعرف حقيقتها مش هنعرف فانت بتعمل عليك وتكتهد حققت يبقى ربنا اكتب لك ما حققتش يبقى انت على الاقل عملت عليك ومحترم نفسك انما هو مش رزقك بس الاكتهد ده شيء اساسي بس انما مش معنى ان واحد وصل يبقى ده اكتر واحد اكتهد اسف لا في ناس انا في ناس ممكن تكون اكتهدت مني اكتر مني الف مرة بس ربنا ما ارادش انهم ما يوصلوا جايز انا ربنا خلى حظي حلو ان انا مثلا ان انا بويا اكرامي معروف فسهل قصة ان انا تشاف واحد غير يمكن يبقى اميز مني مية مرة ما جتلوش الفرصة دي فطبيعي يعني طبيعي ان الناس تحس انها غضب او طبيعي تحس ان فيه فكرة وصايت بس دي هجيلك لها لاحقا يعني بس بس انا ضد ان حد يحكم على حد المجرد ان يوصل لحتة معاني يقولك ده الاكثر اجتهادا لا فيه ناس ممكن تبقى اكثر بكتير واضحت اكتر بكتير بس رزقهم مش في دي يعني ربنا مش كاتبلهم انهم يبقوا دي يمكن شايلهم حاجة احسن امتى محنش عارف بس انا محبش الاحكام المطلقة اللي فيها تعميم وفيها تفضيل لبعض الناس لمجرد ان هم يوصلوا لحتة معاني كلامك جامد يا مان صراح طيب بما انك جبت سيرت ان انا اخدت الفرصة علشان بابايا ممكن انا باخدت الفرصة علشان بابايا وعلشان كابتن اكرامي وكلام ده كله فانا عايز اروح لتويتا امجهزها هنا والتويتا دي كانت على حراس مرمى بيعيشوا حاجة شبه اللي انت عشته واحنا في الزمن ده عندنا اتنين هم في الناشئين دلوقتي عندنا مصطفى احمد شبير وعندنا احمد نادر السيد واحد في الاهلي اولاد حراس مرمى فمنتخب مصر واساسي في الاهلي واساسي في الزمالك ده هشوفه ايام والموقف اللي حصل كان في البطولة العربية ماتش السعودية تقريبا واحمد كان واحد جون احمد نادر السيد وغلط غلطة وخسرنا الماتش وبعد كده كان عليه هجوم قوي جدا وفي بعض الاوقات الهجوم طبعا بيكون اوفر وفيه كلام مش مبرر خالص وهو لسه صغير وانا عايز اقرى التويتر اللي انت كتبتها عشان الناس برضو اللي مش فتهش تسمعها قلت احمد نادر السيد حارس مرمى واعد يمثل متخبنا الوطن من الشباب فتبدأ محاولات الهدم والتحطيم لمواهبة بعد اول اخفاق دولي لمجرد ارتباط اسمه بالحارس الكبير نادر السيد لستو في حاجة لاسقاط الضوء على نماذج كاشمايكل وزيدان وكلويفرت ومالديني وسيميوني وابنائهم لشرح ان الاخطاء شيء طبيعي وخصوصا لو كانت لشاب يبدأ فيه اكتساب خبراته كلام حلو قوي والرسالة بتاعته هدفة ورسالته حلوة وعجبني بس انا هلعب دور المشجع اللي انا اصلا مشجع كورة فانا كمشجع كورة بصراحة بشوف ان الانتقادات الحامية قاوية والقصية قاوية على المشيئين انا ضدها كليا بس في نفس الوقت بشوف وجهة نظر المشجع اللي بيقول معلش هو احنا عمتا وسط الكورة بتاعنا للأسف اغلبه فاسد وبيكون فيه وصايت وبيكون فيه تصبيت ولو خدت يعني احلى سيناريو هقول ما هم الناس دي خدت الفرصة علشان هم بابا كان لعب كورة وخد الفرصة علشان بابا كان لعب كورة وممكن حتى يلو خد نفس الفرصة وخد نفس الاهتمام كان يطلع جامل فانا بقى كمشجع بشوف ده ومن ناحية تانية ممكن اقول ماشي هو برضو كل لعيبة الكورة ما طلعوش لعيبة كورة واكيد ممكن يكون اكتهد برضو اه جات لفرصة بس اشتغل عليها زي ما انت قلت كده بالزبط انت ممكن تباجعت لك الفرصة بس اكتهدت وتعيبت واشتغلت وضحيت والكلام لكل فانا كان مشجع بقى ازاي اعرف افرر يا مابيل اتنين ومعذور سنة في ان انا لما بالوسط بتاعنا ده ان الهجوم لما ابن لاعب معين يغلط ان الهجوم يبقى قوي قوي عليه طيب خلينا اقول لك يا حضرة المشجع ان انا مش مختلف معك انت من حقك ان انت اول ما تشوف ابن العيب سابق ان انت اول حاجة تيجي في بالك ان هو تجامل وده لحاجة انا اقول ممكن تبقاش جات على بالك لان مش بس في الكورة احنا بنعاني في مصر من فساد نسبي ان في ناس غير مؤهلة او غير اكفاء بيوصلوا لمناصب معينة لمجرد ان هما عندهم وسطة ما ده انا بكلمك بره الرياضة وعامة فيه ثقافة معينة كده في مصر ان اللي بيوصل لمنصب معين مش المؤهل ليه لكن اللي بيعرف يوصل لهم حلو بس في الكورة في الكورة وارد ان ده يحصل في السن الصغير السن الصغير اللي هو امتى مدرسة الكورة ستة سبعة تمانية تسعة بس واحد زي احمد نادر او زي مصطفى ان يوصل لنقطة ان هو يبقى حارس وانتخب مصر للشباب معناه ان هو بقاله على الاقل عشر سنين بيلعب كورة تمام العشر سنين دول هو مش امر تشاف يعني في عشر مدربين حطوا احمد نادر في تحت الثلاث خشبات او حطوا مصطفى وكان مصيرهم معتمد على الجوم بتاعهم فمستحيل ان كل دول هيخطروا عشان احمد نادر يوصل لحتة دي لو كان الموضوع بالسهولة دي كان كل لعيب تلكورة ولادهم بيلعبوا لحد النهاردة لو ده صحيح كنت هتلاقي مسلا بدل انت قلتلي اتنين كنت هتلاقي اربعين خمسين الكورة الكورة وانا قلت الكنان ده قبل كده في السن الصغير انا ممكن ابن نصوحي جاي وانا مسك فرقة اوكي هحطه وسط الشباب كويس هيلعب كويس قوي هيبقى اساسي كويس قوي قوي هيروح منتقى بمصر في مرحلة كده ملهاش علاقة ده ابن مين والكورة دايما زي زي حمام السباحة او زي المصرح لو اترافش طعم هتغرق لما توصل للنقطة دي مستحيل ان حد ابن لعب او حتى لعيب عادي ان هو يوصل ان هو يبقى لعيب دولي تحت عشرين سنة ويكون بيت جامل دي صعبة كان ساعتها كنا شوفنا بقى المنتخب كله ابن لعبة سابقين لو انت شفت دلوقتي مين ولد اللعب اللي بلعب الكورة مين بعد حزم امام الكبير واحمد اكرامي وشريف اكرامي في الاجيال دي لا في الجيل ده مفيش كتير طمام تمام انا دي حاجة تسعيدني لان انا ان انا وصل انا بخدها بقى بشكل شخصي ان انا وصلت ان انا وصلت لحد النقطة دي فانا شجعت واحد زي ندر السيد او احمد شبير ما حافظ لقبليهم هما الاتنين ان هما يخدوا نفس التجربة عشان يعيشوا نفس الاحساس ده فدي كان بالنسبة لي انا مش بسعيدهم عشان ينجحوا حتى لهم مش مؤهلين انا عارف كويس ايه مصطفى كان بيتمارى ما في فيستين في الاهلي فهل معقولة مصطفى انه يوصل لحد فيستين في الاهلي يبقى خلي بالك هيا بفي مشكلة في الاهلي قبل مشكلة في مصطفى انه مصطفى يوصل لحتة دي نفس الكلام احمد نادر في الزمالك انا مش ضد ان الناس تهاجم وتقول لا هاجم لو حسيت فعلا وانت متأكد ان الولد ده بس خلي بالك الولد لما يوصل لنقطة ما فكر الف مرة قبل ما تهاجمه عشان هو بيتجامل بس فمش عايزين ناخد احكام مطلقة ونعممها على اي سن لا في السن الصغير انا متفق معك 100% وفي مجاملات بس في مرحلة المجاملات بتقف لان هذا هتبقى انا المدرب انا الرقاب مصيري انا سكينة عرقاب تانا بالزبط كده يعني هل معقولة ان يبقى مدرب منتقب مصر انا مش عارف مين هو بصراحة في الوقت ده اللي احمد غلت فيه هل معقولة هو بيخاطر مستحيل بمستقبل منتقب مصر عشان خاطر يجامل مستحيل مستقبله هو في تدريب منتقب مصر وينجح مع المنتقب ده فيمسك اللي اكبر منه بالزبط فهي هو سؤال منطقي سؤال منطقي هل ان لو لو الموضوع بالسهولة دي كنت هتلاقي كام اولاد لعبين مرهب بس الموضوع مش بالسهولة دي حقيقي بيحصل بس في لفل اساسا المشاهد ما بيشوفوش زائد بقى حاجة بس بسيطة كده ان بيبقى فيه جزء مش قليل من اللي بيهاجم ده ما بيهاجمش احمد نادر عشان احمد نادر ممكن يكون بيهاجم كبير في صورة ده او بيهاجم مصطفى شبير في صورة ابوه ودي جزء كبير من الميديا بتشتغل كده ده انت طب يعني انت زي ما بتورس حاجات ايجابية بتورس كمان عداءات وحاجات سلبية نحن ما بنشوفهاش خلص ان اول مرة اسمع لا 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 لان انا عشته بشكل شخصي يعني طبعا اصايد من ان انا كتعلقتي سيئة والله هي مش سيئة ولا حاجة يعني هي هي بدء يعني كتبدو انها سيئة لان انا كنت راجع من هولندا 2010 وانا يعني لما حطيت السيطب بتاع دماغي عن الكورة من وانا عندي 22 لحد 28 او 27 انا في هولندا فانا بالنسبالي يعني الكورة احتراف كل واحد ليه دور مفيش الشغل بتاع ان صحفي يكلمك فانت تدي له كلمتين فيبقى حبيبك فيسندك لما تغلط ويقطع في المنفسين بتوقع انا الكلام ده كارسة عرفته متأخر ورغم كده ما عملتوش برضو اكتشفته لما جيت لا ما بقاش فارق يعني ما بقاش فارق معايا لان على فكرة كان سهلا اوى على ان انا اشتغل الشغل بتاع الميديا وان انا يبقى عندي لوبي وان انا زي جوان كتير وكان قدامي بس في الاخر لا خدوا لا الحاجات دي قللت حاجة من رزقي ولا اصارت على اهدافي بس فانا وكان اهم حاجة بالنسبالي ان انا بقى محترم نفسي ومقتنع بان انا بعمله مش فارق معايا ان انا انجح باي حاجة تانية هتنزل فيها عن حاجة معينة من قناعاتي حلو بس وبيبقى نجاح مزيف كمان انت بتعرفش لا 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 مش مزيف الناس يعني بيبقى بالنسبة الناس نجاح عادي يعني الناس ما بتعرفش بس انا بحس ان الشخص نفسه هو ما بيعرفش ايس هو فين دلوقتي هو مش هيرت لا هو شخص بلا اللي بيعمل كده بيبقى شخص ما عندوش مبادئ ما عندوش قناعات ما عندوش اي بوصلة جوابة تعرفوا الصحة من الغلط غير ان هو عايز ينجح هو عايز الناس تشوفه ناجح وخلاص عايز الناس تشوفه ناجح والسوشال ميديا ساعدت على ده النجاح فيه نجاح سريع جدا وفجأة بتلاقي اخفاق اسرع النهاردة فيه فولنبي بيبقى رمز لو قلتلك اسماء هنخش في جدل ومش معاك مع الناس تفتيك ان انا بسخط على نا بس الناس عارفة كل الناس عارفة بتكلم عليهم النهاردة اللي انا ممكن عمله ايكون انا ممكن نهاردة اقول لك يمشي من نادي عشان كده اللعيب بيبقى عنده انا مش عارف عامل ايه هل انا هو انا انجحت كده ازاي انجحت كده وبقدر فشلت كده هو الفكرة كلها ان انت لا تتأثر ده بقاوي انت عارف ان ده حاجة مؤقتة وتأثيرها مؤقت وسريع وده نفس الكلام ما يخلصش عليك وينزلك الارض نقطة السوشال ميديا دي جامدة قوي وانا نفس التويتا هنلسة فتاحها علشان عايز اقرأ منها جزء تاني بس بقى لي علاقة بالسوشال ميديا لا ده السوشال ميديا انا كاتب عليها تويتات اه بس انا اكتب في نفس التويتا انت كنت كتب اتفاهم هجوم الاجندات والالوان على حراس كبار فهم في النهاية ناضجين وقدرين على استيعاب الوجه القبيح لمجال كرة القدم لكن ان يصل الامر لمحاولة اغتيال معنوي لشاب لم يبلغ 18 عام يمثل مصر فهذه جريمة اخلاقية وبعد كده هولا الشباب هم مستقبل الكرة المصرية وما ارجوه هو شيء من العقل قبل تصرع في هدم الواهب شابة لاسباب سطحية وشيء من الانسانية لتهيئة مناخ هادئ لاخراج لعبين اصحاب شخصية متزنة واسوياء نفسيا كلام مهم قوي يعني اصحاب شخصية ومتزنة واسوية وعندهم نفس سوية يعني والاهم تغيير اسلوب وفكر لم نجني منهما غير السطحية والتعصب والكرهية دلوقتي لعب كرة القدم حلو لما زمان كان بيروح الستاد كان بيبقى عامل حسابه مهيئ نفسيا وذهنيا ان انا داخل مكان جمهوري هيشجعني انا بلعب مطش برا ارضي جمهوري الخصمة هيشتمني او هيعد يدوس على كل الزرار عشان يحبطني فالعب وحش لان دي مصلحته ويكرة كده والاسوأ كمان ان ممكن اعمل حاجة فجمهور في القيتي كمان يضغطني انا طبعا مش بقلل من الضغوطات دي كلها ضغوطات كبيرة جدا بس في الاخر هو بيبقى مستعد لها وهو في اللوك الروم كده ونزل الملعب السوشيل ميديا واحدة من اكبر سنبياتها ان انت ممكن تبقى نايم في السرير في فترة انت متضايق فيها من اي حاجة في حياتك او ان انت واقع نفسيا او زعلان او متضايق او حس ان انت معرض لاي كلمة وحشة ساعتها هتأثر فيك فتدخل على تويتر تلاقي شخص او شخصين او تلاتة بيدوك كلام في العظم فيكسر ظهرك ازاي ممكن تتعامل مع الجانب السلبي ده او يعني المفروض اللعيب يتعامل ازاي مع حاجة زي كده بس داتا احنا كمان من غير جمهور فالسوشيل ميديا بقت مضروبة في خمسين ده احنا ما عندكش كمان حتة ان انت تهيا او انت داخل الملعب ده احنا لعباتنا بتقعد الوقتي مش مهيين لاقي حاجة خلق بالك انا عايز اقول حاجة بس فاكر السؤال لما قلتلي على الاجيال القديمة قلتلك الاجيال كان عندها شيء من المسئولية انا نسيت اقول لك حاجة مهمة ده مش معناه ان الاجيال دي احسن من الاجيال دي الاجيال دي ما تحطتش في التست اللي الاجيال بتعدل رقتي محطوطة فيه انت متعرفش جيلي العظماء جيلي ابويا مسلا او انا بتكلم عن ابويا وشان ما حدش فهمنا انا بتكلم لو كان فيه سوشيل ميديا وكان فيه الدي تو دي فيدباك وكل يوم بتفتح الموبايل بتلاقي وارد ان هم كانوا يحققوا نفس النجومية والنجاح وارد ممكن الناس ما كانتش تستحمل الضغط ده فالفكرة انه الظروف كانت غير الظروف الفكرة دلوقتي انت ازاي هتعلم اللعيبة ازاي يتعاملوا مع ده بس فعشان دول نجحوا في وقتهم ودول بيحاولوا ينجحوا لو انت خدت دول الاجيال هو الجيل الزهبي مثلا بالاجي وعايز تقارنه بالجيل بتاعة دلوقتي ما وهيبته اعلى وعلى بس في الاخر هو ما تحطش تحت الضغط ده وفي الاخر ما بيشوفش اللي بيشوف الجيل ده كل يوم فالمقارنة هيا ما تنفعش ما انا انا ضد ان انت تقارن جيل او حقبة زمنية معينة بجيل في حقبة زمنية تانية لازم تحط نفس الجيل ده زي اللي بيقالنه ماردونا بميسي لأ ماردونا كان احسن واحد في وقته ميسي احسن واحد في وقته كل واحد بيتقارن مع اقرانه اللي موجودين فيه في نفس الحقبة الزمنية اي مقارنة بحقبتين دي اصلا مش منطقية موجة نظري جايزة بغلط بس فحتت بقى اللعيب بينزل وعمل حسابه انه جمهور الخصم هو قبل كده كان الموضوع بيبقى يوم الماتش وعندك 3-4 جرائط بيكتبه فاللعيب عايش هادي دلوقتي لا دلوقتي انت بايدك ان انت كل يوم تنزل ماتش انت منتهي واكبر دليل على جده ان اللعيبة كتير جدا لما بيحصل بيجهت عالسوشال ميديا بعد وخصارت ماتش بيطير تطلب عمشات مش قادر فدي اولا محتاجة قدرات شخصية معينة لو مش موجودة عندك لازم يبقى في حد يساعدك لده في وقت من الوقات في الاهلي كان مانو الجزيه هو اول واحد تقدرك النقطة دي كان جايب دكتور نفساني للعيبة عشان هما حاسس ان في بعض اللعيبة كانت عندها فير من الجمهور او بعد الماتشاط لما بيحصل الخصارة بيبقى عندها مشكلة ان هما يحصل لهم بريكوفري سايكولوجيكلي وده مش عيب لان الناس بتبقى في شق كبير من الناس بيبقى حاسين مجنون انت مجنون انت بشوف دكتور نفساني انت مجنون انت كده اتعمل عليك اكس لا لا بالعكس دي قمة النضج ان انت تحس ان انت محتاج لحد يرشدك نفسيا دي قمة النضج انت هتاخد وقت عشان تغير الثقافة دي زي ما هتاخد وقت اكبر عشان تغير الثقافة في الرياضية عندنا في مصر والثقافة الكروية تحديدا وده بقى قصة تانية خالص قصة الثقافة دي اللي اننا هي المتهم الاول بالنسبالي احنا ليه في القصة دي في قاعة لا احنا ليه ما حبش اقول في القاعة ما بحبش ابقى متشائم انا بقول بس انا بشوف ان انت اول عارف المقولة بتاعت هلاج اي مشكلة بيبدأ بالاعتراف بيها احنا لازم نعترف خلي بالك لا انت لو سبتيني بقى للحتة دي انا هطول معك اوي فخليها الوقتها اتفضل او الله العظيم اتفضل اتفضل لا اصلا بالنسبالي انا بعض اسمع كده مثلا بعد كاس العالم او بعد كاس الامم او بعد ما وصلناش كاس العالم بتلاقي ويف كده كله طلعي بيتكلم احنا ازاي ونبني ونطور ونعمل يا جماعة احنا اعترفنا الاول اعترفنا احنا بقى كمسئولين وكلعيبة هل احنا يعني قبل ما نحاول ان احنا نعمل اي حاجة لازم نعترف وانا منهم نعترف ان احنا احنا السبب للي الكرة المصلية وصلت مسئولين ولعيبة ومدربين واعلمين كلنا مسئولين عن التضاور اللي احنا فيه بس بنسب فيه ناس نسبتها اكبر فيه ناس نسبتها اصغر وا 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 لازم نعترف ان احنا ضللنا الناس وبوزنا وعيهم وثقافتهم خالص خالص احنا بقى الناس اللي بنتطلع نتكلمهم كل يوم وبخص بالذكر الناس اللي بتأثر في الناس يوميا يعني وضيف عليهم اللي عيبة ومدربين اللي بيزقوا في نفس الموضوع ده ان احنا بنضل نعمش الحقيقة نعترف ان احنا عندنا نظرة معيبة للكورة انها بستيل لعبة واستلتر فيه نعم هي مش كده هي صناعة كبيرة واستثمار يعني متغطية بشكل كورة بس هي الموضوع لا الموضوع يعني استثمار مرعب لو احنا عترفنا ان احنا ان احنا السبب يبقى ممكن نتفق بقى نقعد بقى ونتفق على كم حاجة نتفق ان احنا لازم نغير الثقافة الثقافة بتاعتنا ان الكورة هواية وبتثبت المزاج العام وان هي حاجة كده مسكن وسبوبة لا ما ينفعش دي لازم الثقافة دي تتهد خالص لان احنا مصممين عليها بقى انها سنين وانها مش موجودة خلاص احنا لوحدين احنا عايشين في عالم موازي لوحدنا كله بيتقدم وانتهد مكان بالزبط ولازم الثقافة بتاعت للأسف انا مش قصدي بها حاجة والله بس الاعلام مؤثر جدا 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 عن الناس جدا لازم الاعلام اللي مالوش رسالة اعلام التسلية والناس اللي قاعدين في المصاطب الكلام ده ينتهي واعلام المنتفعين والجهلة والمرتزقين ده لازم ينتهي لازم الاعلام بتاعنا يبقى عنده رسالة لازم يتبنى لغة مع الناس ان احنا لا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا احنا عندنا مشكلة كبيرة في الثقافة ونظرتنا الكل دي لازم تتغير ما فيش حد يغيرها لوحده الثقافة بتاعت المسؤول صاحب مبدأ البقاء للأعلى والقصعة ده لازم تنتهي لازم يبقى المسؤول عندك لازم يبقى واحد مسؤول كف قادر يضيف حاجة لو احنا عندنا ميديا بتقدر عندها رسالة وعندها مصدقية وبتعمل رأي عام حقيقي مش ميديا بتبقى خدمة لمجالس القطبين خدمة لمجالس القطبين وخضع الجماهيرهم يعني في الآخر الميديا بتقول الناس عايزة تسمعو ما بتقولش اللي المفروض يتقال حلوة قوي قوي بس فدي جزء فلازم يبقى عندنا اعلام يفيد عشان الاعلام لو انت كمسؤول لو مش حاسس بباك اوب من الاعلام انه هو هيساعدك وانه هو يهيئ الرأي العام انه هو يتقبل مشروعك او يتقبل انت عايز تطور وتعمل ايه خلاص خلاص هتحبط الموضوع هيبقى مش موجود فهو لازم كل الاطراف بص البناء والتطوير ده يعني مشوار طويل قوي مفيش لا جيل واحد ولا طرف لوحدة هيقدر يعملها لازم مسؤولين واعلام وكل الناس وفي الاندية وفي الاتحاد كله يبقى عنده نفس اللغة لو وشوية انكرزات كده من المسؤولين ومصدقية من الاعلام وتعب هنشوف حاجة مثلا بعد خمس ست سبع سنين مش اقل من كده يعني واحد زي كلاتنبرج انا يعني تويتر بتاعتك عليه طبعا كانت قوية قوي لان ده واحد خبيل ده غير اللي انا ما كتبتوش انا يعني حفظا على وانت فيه كمان ما كتبتوش بلاوي فبدأنا طبعا شو بس الناس اللي ما اردتش التويتر تبقى شايف انت كتبت ايه انت اقول يعني ملخص اخر جملة اصبحتم اضحوكة سخيفة مبكية في نظر جماهير الكورة كامل احتقاري لكم ولكل من هو على شاكلتكم ده كده اختصار لسلسلة من التويتر لان مارك لاتنبيرج طبعا هو واحد من اكبر الحكام في انجلترا وفي البرمير ليج وفي العالم وفي الحكم وجي مصر اتحاد الكورة علشان المفهوض يطور الاداء التحكيمي وانها طبعا كانت هزلية لدرجة ان الرجل لما رجع بلده ومشي من مصر الصحافة كتبت فانتحطت هنا من الديلي ميل تقريبا The Sun The Sun لا انا بالنسبة لي وما كنتش متفاجئ لان في الاخر اي حد هيبقى عايز يطور او اي حد هيبقى عايز يعمل اي حاجة دلوقتي والوحده يا هيتهاجم يا هيتشوى او هيحبط لان اي تغيير في المنظومة الحالية معناها اقصاء او انا مش هبقى مستفيد لان تكملة بقى الكلام اللي انا كنت بقوله لك ان ثقافة ان الكل عايز يستفيد ماديا او ادبيا قبل ما يفكر يفيد دي لازم تنتهي المسؤول اللي صاحب المبدأ اللي قلت لك لازم تنتهي في النهاية في النهاية زي ما قلت لك في الاول ان الكورة بتشغل ملايين المصريين وبتضخ مليارات فده استثمار كبير محتاج فكر يخطط له وعلم يديره على فكرة هو ممكن في الاخر يحقق لك نفس الهدف مربحة جدا في شكل طرفيهي وبشكل يبقى مسكن برضه طبعا بس لو احنا ما اعترفناش بالمشكلة فمستحيل هنتفق فلا يمكن نتحرك فهي خلاص في يوم يعني خلينا بس نبقى صرحة جدا ونعرف او خلاص ما عنديش مشكلة خلاص احنا عايزين المنتج بتاعنا يبقى كده اوكي مش عايزينه يتحرك برضه اوكي عايزين نبعد عن الكورة العالمية وجبتي وسع وكيه برضه خلاص ما عنديش مشكلة بس محدش ييجي وقت اي مناسبة في كاس العالم او كاس افريقيا ييجي يطلب يقول هي مصر فين لا هو احنا اصلا عملنا ايه احنا عملناش حاجة بس يوم ما نعمل ساعتها نقول بس احنا اساسا ما بنتحركش احنا بنبان بنتحرك بالكلام بس اللي بيتكلم بيتكلم عشان يتسقف له مش عشان يتحرك احنا بنقول بس وبنسخن يعني بعد الحدث نسخن وبعد كده فيش حاجة فانا خلي بالك الموضوع بالنسبة لي ممكن يبقى الناس تقولي عم انت على فكرة دي الحقيقة انا اللي شغلني دلوقتي وانا في المرحلة دي مش قصة بقى صراعات الاندية ومش لا قصة هي مصر فين هي الكورة فين انا شايف ان في يعني طفرة في كذا مجال وان مصر خلاص حتى حتى اقتصاديا احنا بنعاني دلوقتي خصاديا لان احنا دلوقتي بنحاول نقوم احنا خلاص بندفع فطورة طويلة وبنحاول ان احنا نقوم فالكورة مصر هيجي لها وقت وهتقوم هيجي لها وقت انت معرفش بس انا متأكد ان هيجي وقت انت اول واحد من الناس يعني من كل اللي طلعوا احنا في البودكاست مساعدة ما بدأنا دايما بيبقى الرسالة في الاخر بتبع ان احنا بعيد في كلمة احنا بعيد بس انت اول واحد تتكلم في حل فعلا وتشرح المشكلة بشكل تاني وتبقى بصص لها بنظرة تفاقلية مع انك صريح اوي ولدغ اوي ولدع في انتقاداتك يعني فده بس انا انا اعجبني عمتا انا اعجبني ان انت شايف الموضوع بوجهة نظر اللي بصوله بتدوس بصول نص كوبال لعشر كوبال مليان طب اقول لك بقى حاجة ونسبة عشر كوبال مليان طب اقول لك على حاجة وممكن تبقى بالنسبة لك غريبة انت عارف ان انا لما باجي بكتب على تويتر دلوقتي ما بصتش على الفيدباك يعني انا بكتب لما بكتب انا بكتب عشان اخرج الكلام من دماغي يعني عارف ان ما بترتاح فانا ما بكتبها بس تريح الفيدباك تلع كويس الحمد لله الفيدباك تلع وحش يعني قدر لما اش هفعل بس في الاخر ده انا ارتحت فالموضوع انا بس بدوكيومنت رأيي عشان حاجتين اول حاجة انا مقتنع ان الشهرة دي نعمة من انضربنا دي نعمة فانت هتتسئل استخدمتها ازاي عملت ايه هل انت في الاخر استخدمتها عشان تستخدم الناس ولا انت قلت حاجة ممكن تفيد بها الناس انا دي الاولى التانية انا مش مشارك في هذا لعبس بس بس فيوم انا جماعة انا حزرت اللي هو كنت قريد كده جملة الله يرحمه احمد خالد توفيق كتب فيما معناه يعني من شعر بالحريق ولم ينذر اهله اصبح مشارك في النار او من شعر بالدخان ولم ينذر اهله اصبح مشارك في الحريق فانا بالنسبة لي انا مش مشارك في الحريقة دي انا بس اعلنت عن رأي ووفقته على تويتر ومش عايز حاجة تاني بس انا مش مش مشترك شكرا جامد الله يا شريم جامد احريد اروح بيك بقى في حتة تانية وحتة لذيذة برضو اه نفك شوية بقى اه مش نفك قوي لا لسه مش هنفك قوي بس الحتة دي انا شايفها صائعة وانت الوحيد اللي ممكن ترولي عليها لان انت ليه انا الوحيد عشان انت جول كيبر لا لا حاجة حاجة جنالك للجول كيبر وعندك خبرة كبيرة ومرت في تجارب كتير قوي خدت كل اللي فوق واللي تحت فيبقى عندك كل حاجة هل احمد صلاح حسني الحلقة القابلة اللي فاتت تقريبا كان بيقول لي لما قلت له ايه اللي صعب التمثيل ولا الكرة فقال لي بص اوه دي فيها صعوبة ودي فيها صعوبة لما سألتش على المزيكة او المزيكة لا لا فيه مواهب في كل اتجاه فقال لي التمثيل في الاخر انا ممكن اخد اعيد واعيد 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 لحد ما ااخد البرفكت شوت الشوت الهيل اللي هو هو ده اللي هيأثر في الناس ياريتها موجودة في الكورة اه هيدحكهم هيا بكيهم انما في الكورة هو سترايكر قال لي الكورة اللي بتيجي مرة ما بتجيش تاج مع ان الفيرويد ممكن تجي له مرة ضايع ومرة تانية ضايع والتالت يجيبها جون لعيد نص الملعب ممكن يلحق نفسه وممكن يعمل غلطة وتمشي المدافع وورا جون الجون موراوش حد ولا وورا الخط وورا الخط حلو فطبعا غلطة الجول كيبر بتبقى مرعبة طبعا وبتشايل ماتشاط وبتشايل بلاوي وممكن الناس اه والناس سعب بتفتكر الصدات الحلوة بس انا مثلا يعني لازم اجيب سيرة كيلور نافاس عشان الناس تفتكر انه هو جاب لريال مدريد شامبيونز ليج تريبا لوحده بس لما نيجي نتكلم على دونا روما الناس هتفتكر الغلطة بتاعت الماتش اللي فات مثلا ضد باريس هو شل 3-4 كور ما يتشلوش بس في الاخر الكورة بتاعتكم انا اللي داخلت كان المفروض يطلع حاجات من تحت ايده فانت اكيد برضو زي ما كان ليك تصديات كان ليك اخطاء طبعا وعايز اروح لماتش معين عشان انت برضو اتكلمت عليه انا ده اول مرة بعلنمك من كتر انا بعمل كده قبل ما اقعد لحد يعني بقعد ابص في الحقيقة بس انت كلمك بيبقى جامد فبابا عايز احكي هروح لألفين واتناشر فاينل الاهلي والترج خلاص وحسام غالي كان هنا اتكلمنا عن الفاينل ده برضو وكان ليه كل صحابي الاهلوية يعني بيحبوا الماتش ده ومتأسرين بي جدا فالاهلي خسر في مصر في المباراة الاولى تعادل تعادل سوري صح تعادلت واحد واحد والكورة اللي بالعرض اتلعبت وانت تلاعت عليها غلطة مشتركة غلطة فردية مش فرق كده كده يعني الاخطاء الفردية موجودة برضو حصلت قبل كده بس بعد ده والكورة ساعتك اتوقفة وكان الفرق بين الفاينل الاسبوعين اربعة عشر يوم والفترة دي كلها لا لا اشتلفوا كده ادي له واحدة تكة كده بس يجي لك بيجي كده وكده وبيطلعوا الصرف باين عشان جيمينج حلو فالاسبوعين دول انت كنت السوشيال ميديا كانت نبهد لك ومشي لك الليلة كلها وقلت في تصريح انا جبته من على ويب سايت مصراوي ان في نهاية ابطال افريقيا عام عشر الفين واثناشر استقبال واستقبال شباكي لهدف امام التراجي مباراة الذهاب تعرضت للتشريح من جماهير الاهلي لمدة 12 يوم قبل مباراة العودة بكيت لأول مرة في حياتي في مباراة العودة بعد الفوز الفوز الفرادس تين واحد بالمباراة وتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا في تونس ودي بقى اللي قوي قوي كنت بغل في التدريبات حتى انسى ما حدث من الجماهير بعد مباراة الذهاب ودي اللي عايز اخد منها اللي يستفيد بيها حرس مارما او اي لاعب بس بالذات حرس مارما لان زي ما قلنا كده غلطته بتبقى اتقل بكتير قوي فازاي بتريكوفر والاسبوعين دول عملت فيهم ايه الغل اللي في التدريب ده يعني ايه غليت في التدريب علشان اتعافى وانا عارف اقول لك يعني ده انا عارفه شخصيا من معرفتي بيك ان انت العقلية ولما كان عن من ثلاثي وعقليتك قوية قوي بس عايزة عرفت بتمرر عقليتك ازاي وايه فعلا الحياة اللي بتعملها علشان اللي بيتفرج يقدر يستفيد من دي بالذات هقول لك بس خالب لك في التوصيح انا ما قلتش تشرحت من جماهير الاهلي ميش انا جبت انا قلت اتشرحت عمتا لان في الاخر التلفزيون هم مش جمهور الاهلي تعرف انا بعد المطش ده الاولاني انا كنت شايف ان ما فيش دور احنا تعبنا اوي في البطولة دي وانا فيه مطشات في دوري المجموعات ومطشات في السن فلا انا فيه مطشات والفاينل التاني مطش تونس انت كنت جامد بس عارف الفاينل التاني تحس ان هو قصة الواحدة عشان حصل بعد الجون بتاع المطش اللي كان في برج العربي فعسيت ان البطولة دي والدوري هو واقف واحنا كناش مراختلوس خلي بالك انا عندنا ازل تستحقات كبيرة في الاهلي بس احنا كنا عاملين زي كتيبة كده جوان نيدي ساعدة وكابتن حسن حمدي الله يمسيب الخير يعني كان بيقول لنا انتو كتب عليكو دلوقتي ان انتو فريق الكورة دلوقتي هو اللي هيزق النادي كله والجمهور كله وغراكو ومصر كلها مفيش دوري فتاسة ان احنا كان عندنا مسؤولة كبيرة قوي فمعادي ما تجون جي قولي دي الهشري اللي جاب قولي دي الهشري دي كانت طول مني بس في كورنر كده وانا مش متخيل ان ممكن حد يطلع جمب اعلى مني وانا بايدي فانا برضو ماخدتش الماكس اسبوعين ده كتير قوي انت عندك في دهومة اساسا ممكن السوشيال ميديا تمسك حدث يومين يجيبوه الارض وثالث رابع ماتش ما عندك ماتش في الدوري ولا حاجة فتنزل تلعب فالمهم المهم انا بالنسبة لي انا ما بتحصل لي اي مشكلة عن متن انا ما بسيبش نفسي خالص لاي مشاعر سلبية انا شخص عملي عملي عارف انه صحيا ساعات سيكولوجيكلي انت محتاج تدي نفسك وقت ان انت تطلع الزعل بس احيانا ده في شغلتنا ممكن يأخرك او ممكن ياخد منك فمن تاني يوم من تاني يوم انا بتمرع عارفها ما تحس ان انت عندك مشاعر غضب وزعل فبتطلع كلها في شكل مجهود لان اساسا الرياضة عمت المجهود بيطلع اندورفنز اصلا من جسمك فانت بتحس بالسعادة اندورفنز دي اللي هي زي هرمونات اللي بتخليك تحس بالسعادة بتاكل شوكولاتة بتاخد دوبامين وزي ما بتحس فهم يعني فيه فيه كزا حاجة كده فانا كنت دايما بطلع كل الغير اللي بتاعي في التمرين والكورنر اللي دخل فيها ده كانت محمد يوسف كان مساكب تم حسام البديد كان كل يوم بعد التمرين يجيبه ويرفعها عشان هو كان خليل شمام تقريبا كان هو اللي بيرفع من ناحية اليمين فاجيبه كانت محمد يوسف هو شوال يعمل للكورنر يروقع التكرر لدرجة ان انا نزلت الماتش الماتش اللي هناك لو تبص على الصورة الجماعية بتاعة الحداشة اللايب فيش الروح بيدحك احنا تحس ان احنا نزلين يعني بص مهمة نزلين مهمة احنا لعبنا الماتش دا كيانا بنلعب في التتش تقسيمة محدش خايف محدش باكي على حاجة حتى لما نزلت لما نزلت الجمهور كل اول منزلت بقى لان انا غلطت في الجول الاول اول منزلت بقى عادي يصفروا الكلامنا كله فاااا وكابتن طريق سليمان بيشوت في التسخين في كرة داخلت جون لقيت الجمهور هاص بقى جيبا رحت موقف التسخين رحت راها جيبا الكرة ولافف مدي وشي للجون وراحت شايتها الجون فاضي وعملت لهم كده اللي هو هيصو 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 بعدين نزلنا شفنا بقى البانر بتاع مش فاكر كم مين كانوا عاملين ابو تريكا راكع كده على على رجل وميد بيدي الكاس مش فاكر بيدي الكاس لمين فاحنا بصينا كده فهتحس ان احنا كان جمهورنا طيقة ممكن نلعب مطشين واربعات انه هكسدنا واحد واثنين وتحس ان احنا جمهور الترجي بعد خمستاشر دقيقة بيصفر لان كانت يكسر صفر بس هو شايف ان احنا فرقة في فرق كبير قوي بين الفرقتين لا احنا مسكين باين ان احنا هنكسب بس فبعد المطش مخلص انا طبعا انت عريف يعني ايه اربعتاشر يوم كاتم مشاعر جواك زعل وغضب ووقفة طبعا انا غصب عني مفجرت بعد المطش لان هو ده كان انا مرتحتش غير بعد المطش اما ارتحت ان زي ما انا الناس دي كلها انا يعني صبت غضبها علي والناس اللي في تونس فرحت جدا فانا ما كنتش هاهدة غير لما كل الناس اللي كانوا في الاستاد في رادس كلهم يزعلوا نفس الزعل اللي انا زعلته فحاسيت ان هو ده الوقت اللي انا ممكن ابكي انما قبل كده ما كانش ينفع بس وانا ما قدرش هدي نصيحة ما قدرش هدي نصيحة للجول كيبرز بس انا ممكن ايبن ادم ايبن ادم حلوة او ان انت هيبع عندك تطلع مشاعرك السلبية في الحياة ده صحي جدا انا تعلمت كده انا وانا من عشر سنين ما كنتش ما كانش عندي الوعي لده بس انا مش عارف هل ده في الكورة لو انت عندك ماتش كورة 3 ايام هل من الصح ان انت تقفل على نفسك يومين وتعطي عيط او مش تعيط ان انت تبقى حزين وتابد عن التمرين ممكن نفسيا يريحك بس بدنيا وفي الشغلة هيقص عليك ولا فانا لو تعاد بيا الزمن اعمل نفس اللي عملته بس لو الحدث برك كورة لا ممكن اقض مع نفسي شوية احاول يعني اطلع مشاعري السلبية لان مشاعرك السلبية اي مشاعر عندك لو ما طلعتش هتسيب جواك علامة العلامة دي تطلع امتى انا عندي العلامة طلعت بعد المطش العودة بس انما لو انت دست عليها وصممت ان انت تكتمها هتبقى بس بشكل صغير هتبقى تسيب عندك علامة هتطلع امتى محادش عارف طب انت لما بتيجي تطلع المشاعر دي تطلعها بقى على بطريقة تمرين او انك تتكلم مع حد تتكلم مع حد من الناس القريبة منك لا مشاعر الزعل هي لازم تطلع يعني مثلا يعني مثلا يعني مثلا ما ينفعش افقد حد عديزي علي اسيبه وراح تمرن لا هي مش كده يعني في مشاعر صحية اللي بين ادم لازم يتصلح معها ويطلعها بس انما في الكورة العودة مختلف شوية لو انا سيبت نفسي زي ما قلت لك لبعد المطش انا كان ممكن اقعد ثلاثة اربعة تيام ما اتمرنش انت ببعاديين انا كده ممكن المطش العودة ابقى اسوأ ففي الكورة بالذات سعب تبقى قاسية شوية ان انت يبقاش عندك الرفاهية انك تعبر عن مشاعرك بس في الحياة العادية لا صحي جدا ان انت لو عندك مشاعر زعل ومشاعر زعل واحدة انا مدي اتطلعها بشكل فطفضة تتكلم محد تقعد لوحدك تعيط بس في اخير ده صحي ليك عشان بعد كده انما في الكورة سعب يتفرض عليك وضع ممكن ما يبقاش صحي نفسيا بس انت مجبر عليها عشان الشغل وبترمي ورا ظهرك ازاي اللحظة السلبية بتاعت الكورة لا الكورة انت لازم ترمي الاتنين انت بتغمد عينيك بتفضل شايف لقطات انا ضيعت فرصة هفضل شايفها كل ما غمد عيني هشوفها وبشوف لعيبة بتتكلم باجو والحايا كده بيعودوا لسه بيشوفها بس بيشوفها امتى تفرق ممكن بعد ما بطت الكورة او بعد الحدث في فترة اجازته بس خلاص ما ينفعش بقى انا في الروننج سيزن والدنيا شغالة وان انا عدد افكر في اختي لا خلي بالك ده بيسر على الحلو والوحش يعني انا لما بقى بعمل ماتش حلو او ماتش ووحش كده كده لازم انساه لان لا ده هيساعدني في اللي جاي ولا هيشفع لي في اللي جاي والتاني طب وعدين اما انا عملت واحد وحش طب وعدين لازم اللي ماتش اللي بعد يبقى كويس هي كده انت في الكورة خصوصا لو انت بتلعب في نادي تنافسي ان كل ماتش بيبدأ حساب جديد فانت لازم ترمي ورد اخرك الكويس والوحش الاتنين زي بعض بس عشان كل يوم تحدي جديد وكل يوم انت لان خلاص الكويس اللي عملته ده تاريخ والوحش خلاص ده غلط الغلط بتتعلم منه انت بتغلطش انت بتتعلم لو انت عايزها بقى غلط هتقعب بقى تلوم في نفسك وتبتدي كل يوم راسك تنزل زيادة وخلاص يبان ساعتها مش تقدر تكمل وده خلي بالك الضالوك ده حصل بيني وبين مصطفى شبير وهو في منتخب الناشئين تقريبا لما خرجوا مصطفى حصل لها حرب غير عادية وكان سغل جدا جدا ودي كانت اول بدايتي مع مصطفى قبل ما يطلع حتى الفرير اول كان لسه في الناشئين بس انا لحد الوقت يا راقتي مصطفى كويسة بس كنت بقولها مصطفى لو انت دلوقتي منكسر من دلوقتي مش قادر لا خلاص انت فاكريني هقولك لا كامل لا اقعد مش هتقدر تكمل بس انت لازم تتعود ان انت ترمي وراء ظهرك وازاي هتقدر ان انت تتخطى ده بالتمرين لان الكورة وارد جدا انك تقود وارد حلو انت مين بص دلوقتي على الجوان اللي هم الجوان منتخب مصر كل حد طيب لو هاجمت ورد فالح يبقى ايه كل حاجة فيها حسابات حتى النقدة عندنا في حسابات واحنا متطرفين جدا فالنقدة في المتح النهاردة نمدح قوي ونخلي خلاص وصلنا للسقف او نخطم لا بنعرف ازاي يعني ننقد بنجرح احنا بنجرح وبندمر ولما بنمدح بنبقى متطرفين قوي لدرجة ان احنا بنخلي اللعيبة بتفتكر ان هي خلاص وصلت للمكسيمين و هو بقى شمل حاجة عشان احفل على الجمهور التانية او حاجة زي كده اه بس بقى قصة التحفيل دي هتاخدنا الحتة تانية لتعامل الميديا والميديا هي ساهمت في دها لان هي في الاخر ما بقاش عندها رسالة رسالة الوعي على قد ما هي رسالة بالزبط كده وانت بتتكلب على مصطفى شبير جيب بالي حاجة كده وياسينة قاعد برضو هنا كده فانت بس بس خلي بالك من الاجابة بقى انا عارف ان كابتن اكرامي يدو تقيله خلاص وتخينه ايوه ممكن هيطولك وهيطولي بلاك كمان خلاص قول قول لا بس طيب اللي ممكن الايجابيات اللي تاخدها من الكابتن اكرامي عملوا معك فانت تعمله معا فيه وايه اللي ممكن ما تعملوش اللي كابتن اكرامي بعمله معك ما تعملوش معاه هقولك انا بقى عمل معاه حاجة حلوة قوي معارفش كان قصد ولا لأ كانش له اي دعوة في الكورة لو عمرو جي معايا تمرين ولا كان بوشي اوي ان هو يخليني جون يعني ما كانش عنده المشروع ده يعني هو كان بالنسبة له مقتنع ان دي حاجة بتاعت ربنا لو الولادة عندهم كواليتي هيكمله ولو عندهم اصرار هيستمره بس لو ما عندهمش خلاص كل واحد يشوف طريقه فانا كنت دايما بحس ان انا معتمد على نفسي من انه انا صغير اللي هو حتى لما روحت اختباراتنا لأهلي كسفت اقول لهم انا شريف اكرامي معرفتش كل قصغير مش هروح اقول لهم انا فلان الفلان لما لقوني في الاول بتريمونا بسجل اسمي قالوا لي انت مين اسمك قلت لهم شريف اكرامي قال لي شريف قال لي تابن اكرامي بس أولي اللي ما قلت ما معرفش ولا هو حتى تكلم كان في السعودية كان في سعودية كان في سعودية كان بيدورب نادي الواحدة بعد سنتين فريجع لأينا في الناشئين احنا الاتنين او كان احما تسبقني بس رجع لأينا ورغم كده حتى لو هو في ريال اول كان ممكن لان احنا كنا سعاب بنلعب في التيتش في ماتشاط اللي هو انا عندي 18-19 لو في ريال اول هتمرن بعدين كان ممكن يقعد يتفرق وعمره ما اداني فيدباك الا لما انا روح اسأله وانت بتعمل كده معاسين بس بقى بطريقة تناسب الجيل ده انا ما اقدرش اسيبه حر يقرر في اي حاجة هو عايزها لان الاكسبوجر اللي انا كنت فيه هو مش فيه انا كانش عندي سوشال ميديا كانش عندي كم الحاجات اللي مشتتة دلوقتي للجيل ده بس لا مش كل الحاجات عاملت معي عاملها ده اصلا هيبقى خطأ كبير اولى وانا متخيل ان انا هاربي زي ما تربيت لأ بس لا لازم كل جيل بيبقى فيه ظروف معينة حواليه انت لازم تتعبش ما تستسهلش انك تربي زي ما تربيت وخلاص ما نتعامل معايا كده لا مش حل على فكرة هتلاقي نفسك بتطوه اتعب نفسك شوية وينزل بدماغك ليهم شوفهم بفكروا زي حاسين بي عشان تقدر تديهم رأي فلد حتى حتى هم يبقى رأيك بالنسبة لهم وما ياخدوش وطلعهم الناحى التاني تبطلعهم الناحى التاني بس فبحاول لا ساعات بفضل اقول لي يا سين لا انت لازم تروح التمرين اي تمرين لازم تبقى عندك وعشان في الاخر انا عايز المسئولية طلعت لعيب كرة وما طلعتش لعيب كرة في الاخر بتبني شخصية وبتبني رجل بس انا دايما بقولهم كده صح علي بيقول حاجة تانية تعملوا بقى كده ولا ما انتم بتقدير لقد عالي لو بيقول لكم حاجة تانية اقول لي عادي لو انا اقولوا بقيتك برا لا والله خلي بالك يعني انا بحاول ان انا بقى معاهم في الجيرني دي بتعلم منهم حاجات لان برضو خلي بالك الموضوع المسئولية كبيرة جدا 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 من وجهة نظري فبلاش نتطرق فيه عشان دي بقى انا دي بحتاج حلقة تانية لوحدها جيد انا بحسش فرق السن كبير اصلا ما بينهما بينهما في الشخصية بجد اه الله يعني انتم عاديين بداخلين مع بعض بتكلموا مع بعض كده انا بحس برضو يعني انا ولادي اصغر من ولادك بس او يعني ابني اصغر من ياسين بس بحس ان احنا كده جلنا اقرب شوية من الجيل اللي بعدنا عن ما اهلنا طبعا طبعا الجيل ما بينهما بينهما بين اهلي الجاب كبيرة قوي صح عن احنا حضرنا جلنا حضر شوية الانفتاح ده ايوه والتكنولوجيا والسوشال ميديا السوشال ميديا بدأت انت احنا السوشال ميديا بدأت انت فيسبوك 2004 فيسبوك 2004 تويتر 2006 انستجامة 2010 ثم انت حافظ لا باشا حافظ باشا انا خلي بالك لا 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 السوشال ميديا انا في الاول انا في الاول كنت بنطقت جدا 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 تأثير السوشال ميديا عن الناس فحسيت لما فكرت قلت هي السوشال ميديا اساسا لما اتعملت هي اتعملت لهدف ما مش زنبها ان الناس خدتها بقى لليفل مرعب وابتدت ان هي بقى يحصل لها والناس اللي متأثر ايو بيها لا هي باختصار السوشال ميديا كشفت كشفت سطحية وكشفت تنازل وكشفت كمة اقنعة وكشفت 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 بس فهي مش زنبها بس احنا انا ضد وعدو ادمنها يعني انا انت لو بصيت انا عندي تويتر بقى ده فيه 3-4 تويتات على السوشال ميديا الوحدها بس والناس هاجمتني طب ومرة كابتون شوبر قال لي انت بتهاجم السوشال ميديا رغم ان انت اعلنت على السوشال ميديا انك ماشي من الاهل قلت له قلت له انا ما هاجمتش السوشال ميديا انا هاجمت استخدامنا لها وتمحور حياتنا حواليها بس لان هي في الاخر اثرت في ناس وبوزت علاقات وخربت حياة ناس ودمرت نفسي الناس وخلت ناس تخش في اكتئاب مرعب لان فهي الاستخدام لها هو اللي بقى صعب جدا عشان كده هتلاقيين انا حطت كده هاشتاج جنب الاكونت ستاتي محطش فاهمها أصلا محطش فاهمها غيري بس انا حطتها حشان رايح نفسي استانا 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 خاني يشوف هتلاقي هاشتاج RSA بص انا حطتها بس اي يعني بهاي لايت بس ايه خين ده رزيست SMA هي دي رزيست SMA رزيست SMA وفيروس اه لا لان انا شايف ان هي فيروس صعب يعني صعب والاسف عمالي يتوغل واحنا معترفين ومقررين بي بس مستسلمين بس انت حلوة العلاقة دي حلوة لان انت فعلا بتعلن عن كل حاجة رسميا لما مشيت من الاهلي اعلنت رسميا على السوشيال ميديا اه وبمناسبة مشانك من الاهلي ده هياخدني الموضوع تاني وموضوع حلو برضه هو ان انت لما اعلنت ان انت ماشي من الاهلي اه على السوشيال ميديا ساعتها انا شايف ان ردود افعال الناس كانت ردود افعال ايجابية والناس كانت متفهمة والبريك كان نضيف جدا وكلين جدا واغلب الناس بما فيهم انا كان وضح لنا جدا ان شريف اكرامي هيبقى غالبا مش بقول الكلام على لسانك انا بتكلم على لساننا ووجهت نظر انا وجهت نظر الناس كتير ان اكرامي غالبا هيبقى ليه دور في النادي الاهلي بعد كده ده ما كانت تقال كتير مش منك بس اه فكان واضح وده كان اللي احساس ان احنا شايفينه بعدها بكم شهر حصل موضوع رمضان وطبعا انا مش عايز ودعجا وانت كانت فيه ثلاث تريليون مرة فخشه على الانترويوهات اللي فقطت مع اي حد بقى مع ابراهيم مع هاني مع اي حد هتلاقي كل كل كلام انت قلته فمش عايزة لدتو عجل في ده خالص بس بعدها الموضوع ده اثر بالسلب على علاقتك مع جمهور الاهلي فبتشوف على السوشال ميديا حلو ما انا عايزك انت اللي تقول لي انت دلوقتي فتعة الموضوع ده سنين فانت بتحس العلاقة اللي ما بينك وما بين جمهور الاهلي بقت عاملة ازاي بتحس ان هي فعلا علاقة كويسة ولا فيها جروح عميقة وهل ده مثلا ممكن يأثر لو انت اصلا كنت عايز ترجع الاهلي ولا مش فاكر يعني عايزك انت تقول لي اصلا ده حاجة في المعاك ولا ولا الموضوع مش فارق اصلا وده مش في دماغك ان انت ترجع تشتغل في كرة او ترجع تشتغل في الاهلي لا بص سؤال ميكالكع شوية لا هو سؤال فيه كزا جزء يعني العلاقة تأثرت ولا لا على السوشال ميديا طبعا تقدر تشوف ان كان فيه هجوم ايا كان بقى هنصنفه هجوم موجه او صفحات او لجان او او في الاخر وكان فيه شكلان هجوم اا على السوشال ميديا طبعا الموضوع كان كان كبير رغب ان انا ما كنتش بحسدة في الشارع ان تبقى بالناس اه بالناس بتيجي اه ممكن مش فاهمين ممكن يكونوا زعلانين اه ناس شايفين ان انا لا يعني انا صادق والناس مصدقة وكل حاجة بس خلي بالك الوقت عنصر مهم او الوقت والمواقف بتبين لك البني ادم ده كان مع حق ولا لأ هل هو سابت على اللقل ولا لأ هل بيتغير كلامه ولا لأ فانا دي مش شغلاني مش شغلاني او حتة الوقت دي لان انا ما بطلعش اقول حاجة للناس او بكتبها تحت كوفر معين انا بكتب الحقيقة اي ان كانت وحتى لما الناس لميتني على 13 تويتة اللي كتبتهم بعد رمضان لان خلي بالك انا اللي خدت المبادرة بس انا لما لقيت ان في حد بيخش في حتة حساسة اوي 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 انا كنت تحريس عليها وهي علاقتي بالجمهور واحترام الجمهور ليا مش حب الجمهور ليا بفرق الحب ده ممكن يطلع وينزل بناء على عطائك بس احترامك ده بيبقى جاي من مواقفك بس وانا كنت تحريس جدا ان انا زي ما انا راجل بقول دايما ان انا ابن الاهلي ومتربت في الاهلي وانتقالي بيرامدز حاجة انا منطهل اخلاص ديها بس ده لا يتنافى خالص ان انا راجل متربت في النادي ده وكان مختلف على انتقال لعيبة تانية راحت بيرامدز من الاهلي برضو وعمري ما كان عندي مشكلة مع جمهور الزمالك او اي جمهور منافس لاني كنت دايما بتكلم بطريقة فيها تقييم للنادي الزمالك لانه نادي كبير بس في نفس الوقت عارف كويس اوي انت المكان اللي انا فيه فانا كنت دايما بابقى حريص على ده فلما حسيت ان في محاولات ان بغض النظر بقى عشان بحط بنقصين موضوع رمضان او اي سبب ان كان يعني ان العلاقة دي تتأثر فانا احتدت جدا رغم كده لما تسألت انت ندمان على التويتات دي قلت عمري قلت عمري لان انا في الاخر قلت اللي جوايا مش فرقة معايا بقى الناس هتتقبلوا بس انا طلعت واتكلمت في وقت المكاسب والانكسارات ومقت وكل الاوقات اللي كنت بطلع اتكلم فيها كنت بتكلم باللجوايا فالناس وصلها ده فالناس احترمتني عشان ده عشان انا ما عنديش حسابات حتى لو الكلام ده بتوقيت خاطئ الناس هتستقبلوا بشكل وايش مش مشكلة بس في الاخر انا على ثابت على نفس الموقف فحتة ان الالاقة تأثرت اه تأثرت بس مع الوقت ومع ظهوري المتكرر تلفزيونيا ابتريت احس لا الموضوع ابتدى يرجع تاني ما ارجعش طبعا زي اخروجي من الناد الاهلي لان خلي بالك اي كلام بيخرج من لاعب في الاهلي او الزمالك بتلاقيه بياخد رد فعلي كبير جدا حتى لو كلام بلا معنى يعني مجرد صورة مكتوبة بعامية بعربي غريب مفاهاش رسالة واضحة الناس بتشعرها وحتى لو حاجة ايجابية الناس بتوعد لان هما في الاخر هما بالنادي هو الاساس والباقي كله تحت النادي فهام قصدي انما طبعا التويتا كانت فيها تقدير لو بتاعت خرجي من النادي فطبعا هيخدت صادة كبير بس انا ما بقاش منتظر الكلام ده لما بخرج من النادي الاهلي حتى لو ما كانش حصل مشكلة يعني لو انت بصيت على اللعيبة وهي في النادي الاهلي وخرجت ما عندهاش مشاكل خرجت عادي جدا واتشكرت وهو هتلاقي صادة كلامهم او اي حاجة على سوشال ميديا مش زي هم موجودين في النادي الاهلي فده طبيعي انما في الاخر الناس تهاجمك ولا لأ ده مبني على انت عملت ايه بس انما في الاخر اه الناس غضبت انا كنت محترم جدا غضبهم وكتبت ان انا متفهم ده بس انا عندي قناعات معينة ومبادئ معينة وقلتها حتى لو الناس هجمتني عشانها هم هجموني عشان هي عكس الثقافة اللي سائدة بقالها ستنين طويلة لما انا طلعت واتكلمت قبل القصة دي على موضوع التوقيع على بياض واللعيب لازم يعرف فيش الكلام ده فيش الكلام ده ده عكس الثقافة لما اللعبة بتطلع ما بتتكلمش انا باخد مقابل مادي وما تنقشتش فيه خالص ده عكس الثقافة انا احنا عارفين كويس اوي انت بتعمل جوه والعقود اتأخرت ليه لما تطلع تقول ده الجنيه مش عارف هنا بكام وهنا بكام انت تعودت تقول كده لان انت ما عندكش اختيار لان انت الثقافة بتاعت تقبل والناس كده احنا عودنا الناس على كده فبقى دلوقتي ممنوع انك تطلع تقول اه لأ انا رحت عشان العرض المادي هتتهاجم يقول لك ليه ومش ليه الناس عندها خلط من كتر ما احنا حولنا الموضوع من عقود واحتراف وصناعة الى شعرات وكلام شكل وحلو انما مضمون وفاضي فبقيت انت مش عارف تقول الحقيقة ما خلاص انت دلوقتي مزنوق فمين اللي هيغير ده المفروض الناس اللي عندها الحقيقة الناس تعمل كده لا انا بتهاجم اه بس انا بعمل كده عشان انا في الاخر عايز اقول حاجة حقيقية عشان يوم ما نقعد في قوضة مقفولة انصوحي انا وانت انت هبصيلي في الارض لان انت عارف ان انا بطلع بقول الحقيقة وانت بتكذب او انا مش بتكذب انت بتتجمل انت عايز كريدت بس انا مش عايز كريدت انا الكريدت بتاعي هاخده من احترام من نفسي مش من تسقيف الناس على حاجة مزيفة بس طب وشايف ان انت عايز عمتا تشتغل في الكرة بعدها بتخلص كرة ولا لا تفتكر بالشرح بقى للسؤال اللي قبل ده على الطريقة اه انا طبعا هكون حابب ان انا اشتغل في الكرة بس رقم واحد لما ابقى هضيف ده معناها ان انا لازم ابقى مؤهل ده رقم واحد رقم اتنين لما يبقى المناخ يساعد ان اللي انت هتتعلمه ده تقدر تطبعه لعرض الواقع حل لو افترضنا خلي بالك سوري بس دون اعطى كلام نقول عندي اعتقاد ممكن ابقى غلط ان الكلام انا بكتبه ده قريدي عملي اعداء في المنظومة دمية في المية اه لان انا قريدي انا على فكرة دمية في المية طبعا انا مش قاصد حد معين انا مش قاصد شخص انا بتكلم ازاي ده عمرك ما بتشخصانها خالص 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 حتى لو كنت قاصد بها موقف معين فانا هاخد الصورة الكبيرة عشان احط موقف ممكن يحسن صورة او شكل او منظومة بالزبط الموضوع مش شخصي الموضوع انا مش عايز اغير حد على فكرة انا عايز اشوف الكورة في مصر في الحتة اللي البلد دي تستحقها على قد اسم مصر مش بالكلام نا وبتاريخ وبالجماهرية وبتاريخنا في الكورة واتحاد كورة بقى ايوه بس ماشي الكلام ده كله جميل بس ده ماضي ما انا فهم احنا هنعمل ايه هل هنفضل عايشين على الماضي ولا هنبدأ نتحرك زي ما انت قلت لازم لو لا اقف اشوف انا فين واعترف انا فين اعترف ان انا وراء وتحت مش موجود وبعيد وبعد كده ابدأ اتحرك بالزبط بس الاول مناخ مناسب انا عايز اعرف انت يعني في احلامك كده ايه تحس ان انت نفسك تبقى تبقى فين بعد خمس ست سنين سؤال اتش ار اوي ده اول مهي بحس لا اعايز اعرف انت تحس ان انت في حد بيقول لي مثلا مش عايز اشتغل في الكورة اوه نفسي بقى مدرب اوه عايز ابقى اداري يعني اللي انت حبيبها الباشن ده ممكن ان يتغير في يوم وليلة يعني انا قبل كده بتقول انا انا مستحيل يضرب بس عارف اما تحس ان انت بتنزل ملعب وتلاقي نفسك عندك فيجوم وانا تقول اه انا ليه ممكن اضرب انا مش عب مدرب بس انا بقول لك اه ان الموضوع ممكن يتغير حلوة اوي النقطة دي اه يعني انت ممكن في يوم وليلة تلاقي نفسك حبيب حاجة والحاجة التانية تتغير انا هتصداني انا قلت لك ان انا لحد اللحظة دي انا لما بعمل حاجة بعملها مية في المية فانا دلوقتي انا مركز في الكورة فقط انا عارف ان ممكن يكون في كرير معين الناس كديد بتقول لي اه انت بتتكلم ومش عارف ايه ممكن تشتغل في الميديا انا هشتغل في الحاجة اللي انا هحس ان انا هقدر اضيف فيها وحاجة تبقى بسطاني انا مش فكرة ان انا هشتغلها عشان لازم اشتغلها لا انا هحاول ان انا ما اشتغلش عشان لازم اشتغل انا هشتغل في الحاجة اللي هضيف فيها وابقى حس من جوان ان انا هقدر اعملها كويس وابقى مستمتع بيها بس حي تتبقى المناخ المناخ ده هلخصها لك في كلمة واحدة ان يبقى كل الناس بتتكلم نفس اللغة يبقى الاندية والمسؤولين والميديا كلهم اتفقوا على اللغة واحدة هيكلموا بيها الناس صدقني يبقى اكيد مش اللغة اللي بيكلموا بها دلوقتي طيب اخر حاجة عايز اسألها لك وده سؤال شخصي بقى كده دايما بيقولوا ان حراس المرمى ما لهم مجانين بيقولك من كتر الهبد بقى ولا بتقيي ايه انا مش عارف بس في حاجة وانت يعني ما شاء الله هل في شخصية تانية بقى اللي فيها الجنون ده بيبام فيها انت احنا يعني نعرف بعض برضو انا مشوفتش حتتك التانية يعني انا كنت مش اجذب انا كنت هقوله والله انا كنت هقوله اه طبعا طبعا مفيش حد فينا ما عندوش حتة ليه بقى من الهبد لأ يعني طبعا بقى الهبد ده حصل مرمى من كتر ما بتبدو على الارد بيدحكني حطه مع الثقافة حطه مع الثقافة لا بص احنا خلي بالك كل بني ادم فينا عنده شخصية طفل وشخصية الواعز ومش عارف ايه لأ انا عندي حتة كده يعني انا حكيت انا حكيت لك وانا بحكي لك كنت بقول لك انا فترة طويلة قوي من فترة من مثلا من 14 لحد 25 لها الفترة بقى ان انت فيها شاب وانا انا كنت زي الروبط طب بتتكلم في نمط حياة ما فيش تمرين اكل نوم تمرين او احتراف فطبعا بيجي لي وقت كده بحس انها لأ انا نفسي اتجلني ونفسي اخل نفسي مثلا اركب موتسيكلات في اي تاني لأ انا جادجيت بتشديني جدا انا اه الكتروليك تلقيني بحب بلعب بلعب بحشتري طيارات وكسرها ويعني يعني جبت لك يا ابني الحقيقة الصغيرة دي لا كسرنا كتير لا والحد وكان عندي مش عارف صحة ولا ممكن تبقت منتجة يعني عندي درون اه والله بس الكسرت الكسرت خلاص المسؤولين درون بتاعت شريب الكسرت اختبت بها اولا بس فالحاجات دي بتشديني وبتشجع مين بره عايز تقول ولا مش عايز اه يعني مش عارف طب مين الجول كيبر المفضل بتاعت الجول كيبر المفضل اه وفي اول تايم ولا دلوقتي وفي اول تايم ودلوقتي بيتر شمايكل بيتر شمايكل اش معنى بيتر شمايكل لا يعني كنت بحب طريقته خلي بالك بيتر شمايكل مش جون تقليدي يعني كان بيصد في حاجات بيصدها بطريقة يعني زي مساعات زي جون هندبول مسلا بيصد حاجة يعمل كده يعني لا وهو كمان كان كان ليدر او تحس ان هو كاركتر في كاركتر واقف في الجون ذن بوفون شكرا شكرا اه موفقين يعني بس انا قلتلك اتنين بعد كده يعني بس ما حولش قلت حد يعني او لا لا ما حسودش كده بس انت اكيد يعني لا اصتكلمة انا بحس ان حرات زمان كده اللي هم يعني شمايكل وبوفون والجول كيبرز وفندر سار مثلا والناس القديمة دي الجول كيبرز دلوقتي بقى جيل نوير وشتيجن ودخية بقى ليهم ستايل تاني اصلا في الحراسة وبقى ليهم نزلات تانية النزلة اللي وانت قافل الدايقة دي بتروح نزل برجلك اللي ورا الشمال بالزبط لان الكرة تغيرت ده انا هحكي لك على هحكي لك على موقف الفين الفين وتمانية كان فاينورد بلعب ليفر بول كان عندنا فكان ماتش ويدي قبل السيزن فكان فيه كومبتشن بيني وبين جون كان اسمه جون دولي اسمه هنك تيمر وانا كنت شاهد بقى الفين وتمانية ده كان فاينورد اخد بتاعها دي وكان عايزين يقوله المدرب يعني كان بيرت فامارفايك فكانوا عايزين يقولوله ان الشريف هو المستقبل فهو كان هو كان راجل يعني براكتكا لا انا محدش هيفرض عليها حاجة وانا شايف وانا خصة كده فالفرقة كلها كنت معروفة قبل الدوري بأسبوع ما حدش كان عارف فجينا ماتش ليفر بول ده كان هو كان مأسل ماتشات ما بين كان عندنا تشيلسي وبورت وليفر بول وفرقة تاني من هولندا هو لاعب ماتشين وانا لعبت ماتشين فالاخير كان ليفر بول فالماتش داخل السواحد واحد وانا كنت عام يعني في مخيلة انا عامتش كويس قوي بس الجنة داخل فيها ازاي بقى كان كان ثرو باصمة تلعبت لجيررد من ناحية الشماء الداخل على التمنتاشر فانا سيما كنت متعلم بقى أنا في مصر فجريت جريت جريت وعايز اعمل مع بلوك فانا لسه باخد الخطوة عشان اتريمي رح هو حطها بالراحة خلص من تحت ايدي وانا لسه بنزل فانا هو انفراد فانا ما اسألش عليها اصلا بس فلاقيت لقيت المدرب مدرق من الموديل الفني بيقول لي انا عايز اعرف رأيك ايه في الجونة داخل المبارح انت عايز اقول له طب بالنسبة 38 فضاء لا انا شيلت الكورة من من الونسو وجابت لي كتفي تخلع بس ما جابهاش خلع بس بيقول لي انت شايف ايه بس قلت له يعني انفراد بس انت شايف ايه قال انا شايف ان انت طلعت طلع 100% غلط فانا طبعا بالنسبة لي دلماني والبطاية اصلا خلي بقى لك انا اصلا احترفت بسبب الطريقة دي يعني في كاس العالم انا صديت كم من فرضات بالطريقة دي بطريقة اكرامي كبير عشان هو هو اللي كان هو كان فترة كده كان نشتغل معا في الناشئين فاشتغل معا على دي او فانا حسيت انها افكتف ايه فبقيت اعملها ولاقيت انها بتخد اه بس اكتشفت انها برا بتخدش خالص الموضوع بقى سهل جدا فانا ببطالة بيحطها لك بالراحة كده فالمهم فقلت له قلت له انا مفروض اعمل فاروحت بقى المدرب لجوان ده اللي كان ساعيتها كان هو اللي اختبرني مقالي بثلاث سنين وهو كان هو يعني هو توفى يعني دلوقتي كان اسمه بيم ديوسبورغ بس فقلت له هو الراجل بيقول لي كده قال لي اه انت مفروض انت كده تديت له الحل انت كان مفروض تروح وتوقف فمن ساعيتها خلي بقى ما عرفش اغيرها يعني ما عرفش اغيرها هناك يعني لمدة لحد الخمس سنين احترام ما عرفش اغيرها لان خلاص انا بقى لي سنين بلعب كده والحد دلوقتي لما بشوق لما بتفرج على جوان اوروبا بحاول ان انا لعب وبتمرض عليها بس خلاص الستايل انت متقدرش تغيره بعد السن ده بتحاول ان انت تطوره بس بس يعني ده معناه ان الكورة تغيرت وان امكانيات اللعيبة تغيرت وان كل يوم بيبقى فيه جديد والبيس مختلف فعشان كده بقولك خلاص ما بقتش لعب الناس بتشتغل وبره بتلاقي فيه كوتش للبرفورمانس وكوتش للفريكيكس ونيوتريشنست وفي لا الموضوع يعني موضوع كبير فاحنا بالنسبة لنا يعني اتمنى ان احنا نقرر نيجي مرسيش شريف قوي وانا سعيد انا طولت عليك قوي صح لا طبعا انا ممكن اقعد اتكلم معك ايه اللي حصل في الاسبوعين وتركيا اه تصدق صحيح ايه اللي حصل في الاسبوعين وتركيا قلت لي هتحكي لنا ده خلي بالك ده انا رانا مراتك هتحامل في الاستاذ ده اصلا اه اه ده كان بص ده بعد السنة دي اللي انا قاعدتها احتياطي بعد الموتش بتاع ليفربول جي بيرد بامارفايك قال لي عمل معناك تماع بس قال لي انت انت الحارس التين انا طبعا كنت سمعت الكلام ده قابلها في سنتين يعني مدار سنتين من ايرون كومن ومن مدرب تاني كان ايرون كومن قاعد سنتين بس نمشي في اخر السنة التالتة السنة التانية وجي بيرد بامارفايك فانا خلاص بقى انا جاي بقى مدرب جديد فلما قال لي كده كنا احنا قابلها بستة شهور لعبنا في الوينترستوب ضغرة في تركيا كان معنا جلت صراي وبريمن وعملت ماتش فالرجل بتاع بريمن كلم الايجنت وقال له انا شريف ايه طب ممكن ييجي فاول ما قال لي كان اربعة وعشرين تمانية عمري ما هنسى بس اربعة وعشرين تمانية كان فضي الاسبوع على الترانسفر بس فقلت له تقول له بص يا كوتش يعني انا محترم قرارك انت المدرب وانا محترف بس انا مش مقتنع بي بس فلو سمحت انا همشي بس قال له الايجنت تاعي كلمني فيه ممكن عندي فرصة في بريمن بس قال لي هتروح بريمن وعندهم مش فاكر كان اسم الجمين قال لي هتروح تبقى السكند كيبر بلد قلت له مش مشكلة بس اغرعتها ببقى يعني اروح بقى نادي تاني بس اشوف فرصة تانية بقى ثلاث سنين هنا بس فقال لي وانا مش موافق مس فقلت له خلال نفسيا بقى نفسيا الموضوع كان صعب جدا انا مكنتش قادر اعطيك اكتر من كده لان الفين وتمانية مصري كانت خليت كاس لهم الفين وستة وكان متعب وفتحي وعمر زاكي وحسني عبدالرب وبيلعبوا جيلا ودلك انا ما هي في كابتن ده لانا كنت كابتن فرق كاس العالم بالزبط فحسيت ان انا العمري بيجري وكابتن حسن كان بيقول محدش هيخش المنتخب غير اللي بيلعب اساسي والدوري المصري لحد الفين وعشرة كان قوي شكلا قبل ما الكورة طبعا شكلها هيتغير دولا بس فقلت لأ خلاص فانا حارب جيت بقى ايه في الفين وتسعة جي مدرب جديد السيناريو بتعاد تاني انا ما عارفكش تقول لا باشا لو تعرفكش ولا تعرفني سمع عليكم فكلمت الايجنت قلت له انا عايز اروح العب في احد قال لي اوكي بس فجاء اتكلم ايجنت تركي بس فكلموني قالولي فيه فرصة في نادي انقرة مش هقول انقرة ايه عشان ايه ما يبقاش الوضع فيه احراج يعني قال لي كان انقرة جوجو يلا مش فكلم رحت النادي رحت على مرتين اول مرة رحت اتفرجت على ماتش فلقيت الجون الاساسي لما نزل فيه كم تشجيع غير عادي فقلت سيمزين يعني الواضح ان ده ده الجون الجون الاساسي لانهم قلوا لي انهم محتاجين جون يلعب الواضح انهم عندهمش جون يلعب فقلت مش مشكلة الناس اكيد مش تتحك علي بس فروحت شفت الاستياد ولم يدني اوكي فروحت رجعت تاني اولندا خدت حكتي وخدت كم مشونا تنقرب لان انا هخلص السنة دي وهرجع على مصر وخلاص كان ساعتها يعني وياسين خلاص كانت رانا في شهر السابع فخلاص على ولادة بس فمهم يلا نروح رحت طبعا سيبك بقى من كل اللي انا شفته هناك في تركيا الاكوميديشن والكلام ده كله في الاخر رحت اعط في قوتيل وانا بقى في التمرين رحت اتمرنت تمرينة اعطت اتمرنت بالزبط خمسة ايام التمرينة في التانية في التالتة كنا في رمضان فجينا بقى ايه في قبل الموت شو بيمين كنت شو بيعمل كنت كوز جدا انا كنت حاست عارف احساس ان انت جاي تلعب وجاي من فاينورد بحس ان ايه لا يعني الناس جاها تعتمد جيت في بيعمل تاكتر جيت نفسي مش هلعب فالمهم قلت مش هلعب جنين تبقى انا قلت مش ما قولي انا مستحمل كل ده والمراتي حامل وقاعد مزنوق في قوضة في قتيل ومعاها كم مشونط انا قصلا جاي لي بس قلت له بجاد مش هلعب قال لي اه قال لي اساسا انت محدش وعدك انك تلعب قلت له لا قلت له ان اللي تقلي غير كده ان اللي تقلي والموضوع في اوروبا غير مصر الجوام بيبقوا مصنفين مش مصنفين مستوى بيبقوا محددين انا عايز جون اول او جون تاني او جون تالت حاجة رأي نوتر ياشت توضحها برضو لان ده غير اي لعيب تاني اي مركز تاني بالزبط لا الجون بيبقى معروف انا عايز او ساكند كيبر او ثيرد كيبر هما بيقولوا بس فلو في جون بفي منافسة فهو حاس ان ممكن يبقى في فرصة النادي تاني محتاج جون بيروح بس قلت له لأ انا اللي تقلي ان انا جاي ان نلعب حارس اول بس قال لي لأ احنا الحارس الاول ما عندنا ما فيش اي مشكلة احنا عندنا مشكلة في حارس التاني ينهرب يد قلت له نعم قلت له يعني انا سايب فاينورد وجاي كل ده ومع احترامي للنادي بتاعكم عشان اضع احتياطي هنا طبعنا كنت عاد تحتياطي هناك بس فروحت داخل القوضة واخد حاجتي بس وقعت في اليوتيل حالو يوم اللاربع الخميس مسافرين عشان فيه هنا اتمرن الجمعة ونلعب السبت مش فاكر كنا هنلعفين خميس تمرين الساعة 6 ما رحتش تمرين حاجزت تذكرار المصر يوم السبت خلاص انا راجع قفلت ضبا ومفتاح خلاص بس الساعة 6 جات ما حاش كلمني فسابعة هتش كلمني برضو الله يا جماعة تمانية بس لقيتهم بكلمة الشريف انت فين طولهم انا فين انتوا قالوا طولهم هو التمرين كامل قالوا لي الساعة 6 سيبك ان انا وعش التمرين بس اقول لي احنا مفروض هنتحرك على المطار الساعة 9 قلت له انا كمان هتحرك على المطار يوم السبت بس راجع مصر بس قالوا لي نعم طولهم انا راجع مصر بس ففي ثانية لقيت حد من الجهاز والدكتور بتاع الفريق لان الدكتور كان الفريق كان برضو عضو ماكس دورا مش عارف ازاي بس فقولي خلي بقى الكلام ده من كم سنة قبل ما الدول الفيلم تسع الفيلم تسع بس فجالي وقعادي يتكلم معايا وقلت له انا بالنسبة لي الصورة ما تشلحت ليش مظبوط زائد ان احنا اتفقنا على فلوس وانا مخدتاش قالولي ازاي ازاي مخدتش الفلوس احنا مطلعين خمسين الف دولار كان دفعة اولى قلت له نعم انا مخدتش حاجة بس اكتشفنا بقى ان كان فيه لعبة بقى من الاجنت التركي مع بص قصة بقى كبيرة قلت له لا 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 اقول لكم على حاجة انا ماشي قالولي انت ازاي تيمش قلت له لا انا ماشي تفضلوا بقى انتوا كلامكم مع الاجنت بتاعي والمحامي انا رجع مصر ارجع هولندا رجعت بقى هولندا قلت لهم انا حصل كذا 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 انا مش هلعب احنا اول ما خرجت جبنا ساكند كيبر مكانك فانت ممكن ترجع عادي مفيش مشكلة بس مش هتقدر تبع البي رول بتاعنا السنية لان خلاص انت انقرة هو تحمل عادة قلت له يعني ايه يعني من هنا لحد ما القصة تتحلل انا هفضل قعد عندكم من غير معظم قلت له انا المفروض ان انا مفروض وراتي هتولد فقلت له لا اطولك على حاجة انا هرجع مصر بس وعد ترجع ات مصر ست شهور ست شهور حد ما استيزيل انتهى باطمرن كل يوم في الاهلي في النام مع الناشئين لحد ما حسيت بقى ان مفيش عروض زائد انا برضي كنت صغير ما كانش عندي بقى الايه لحتى ان انا لازم استنى واكلم حد وتاني وتالت انا اصلا كان بالنسبة للموضوع انا مع ايش انتو خلاص ما عرفش بقى ان الفيلد ده كبير وواسع وغير دلوقتي طبعا طبعا بس فقررت بقى ان انا هرجع مصر بقى عشان انا عايزها لعمل منطقة مصر رغم ان انا كانوا كل في اوروبا بيقول انت صغير صغير وانا مش شايف ان انا صغير بس لما كبرت عرفت ان انا كنت صغير كنت ممكن لو راجع بك الزمن تفضل في فاينر قرار الوحيد اللي مش هقولك ندمت عليه لان لو راجع بي الزمن لان انت بتاخد القرار بعقلية معينة وبجيفنجز معينة مهما تغير هتاخد نفس القرار برضو بس في الاخر ده قرار خاطئ ان انا كنت رجعت ده قرار خاطئ بس طبعا ده يعني انا بقولك الوجه ده وجه واحد بس من القرار انما الوجه التاني لأ انا رجعت اسمي كله عملته هنا بقى تاريخي كله عملته هنا وكل الخير شفته هنا ففي الاخر انت هو بتبقى اقدار انت بتبقى مع عقليتك بتفتكر ان ده غلط عشان بتبقى نفسك تاخد كل حاجة بس مش عادة باخد كل حاجة لا انا مبسوط انا انا بالحوار ده انا كمان والله انسوح بس عايز اقولك مبدايا شكرا ان انت جيت لا يا حبيبي العكس وان انت يعني كل الاسئلة اللي سألناها ترد بصراحة ودي حاجة متوقعة منك ومستنية منك واعتقناها احد بتفرج هيبقى عايز يتفرج عبداليزي عشان بعارف انت انا بتتكلم بصراحة اشكرك واستمر يا مان في طريقتك وفي عقليتك انا بشوف ان عقليتك من عقليات الملعبة الكورة او الرياضيين المصريين اللي تحترم قوي بصراحة يا حبيبي اشكرك وفي الاخر زي ما كل الناس النكحة بتقول يا عم خد من حد حتى لو انا بحب واحد انا وانت بتحبنيش خد مني الحلو وارمي الباقي وانا شايف ان انت عندك حلوة كتير قوي حتى الناس لو فيها ناس زعلانا منك او ناس الحلو حلو قوي ومفيد لناس كتير قوي وانا شايف ان الحلقة دي كانت من الحلقات اللي فيها اضافات كتيرة واعتقد انها هتبقى مفيدة لناس كتير قوي حبيبي لا والله انا عايز اقول لك انا بصوت قوي ان انت جيت والله انا بصوت اكتر لان اولا احنا بندردش ما حسيتش ان الموضوع يعني تسجيل يعني فالدردش انا كنتو بانسك كاميرا فين والله لا يعني الموضوع وانا انت عارف ان انا انا كنت متأكد ان انا وانت الموضوع هيبقى يعني مش هتحس ان انت خالص في قاعدة فيها تسجيل او حاجة الكلام كله كان حقيقي جايز يعجب الناس جايز ما يعجبهمش بس في الاخر مش كل اللي اللي ما يعجبش ممكن يبقى مش حقيقي والاسف ساعات الحقيقة بتبقى دمها تقيل بس الفكرة ان الناس ما بتحبش تقولها بس انا سبحان الله بقى ربنا اراد ان انا بقى حيب اقولها عشان يعني الناس اشيل زنبوهم يعني بس في الاخر اتمنى ان الحلقة دي يعني تبقى بنيفشل للناس وانا بحقيق على الفكرة واتمنى انها تستمر وتجبر اكتر وقتا لو انت عايز حبيبي يا مان انا عايز صراحة وان شاء الله احنا اصلا كنا عاديين بنتكلم وان فجأة لو يا جماعة اي ده الكاميرا مش تشغل الكاميرا بصرحة سجل انا مش مصدق احنا عدنا كل ده انا ما اعتقدش ان الناس هيبعندها صبر تسمع كل ده لا لا هيبعندهم صبر احنا عدنا ساعة وساعتين لا تلت يعني بس اه حبيبي حبيبي بس يا شريف واشوفكم في بودكاست جديد التلات الجاي وحلقة التحدي جديدة يوم الجمعة والسلام شكرا